اشتركوا في القناة 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 لما تشوف فيكينغ فالهالة تحس بداونجريد مو طبيعي من ناحية اختيار الممثلين من ناحية التمثيل من ناحية الحوارات في أنا شفت ثلاث حلقات أو أربع حلقات ثلاث حلقات إلا الآن فما خلصت كله يمكن أمور تتحسن الله أعلم بس من أول ثلاث حلقات خصوصا لما تقارن المسلسل مع لاست كينغدم وفايكينغ لا فيه اختلاف وايد كبير بالشخصيات والحوارات والغتالات نفسهم إن شاء الله يتحسن اللي يشفع له بوقت الحالي أنه مسلسل يعني فيه وفيه بروداكشن فاليو بالتصوير يعني تصويره حلو أوكي تعبانين على التصوير لكن إن شاء الله يعني القصة تصير أفضل شوية تود مبتشر أني أحكم عليه أول ثلاث حلقات أتصور أنه إن شاء الله يعني بعد أول شب حلقة أصلا ما شايك تاني شب حلقة حلات يطلع بس أربع حلقات واني خمس حلقات شايك لك لحين شايك لك شايك؟ أنا ناوي خلصة يعني أناوي أكمل فيه بس إذا حطينا ببالكم إن شيء على مستوى فيكينغ أو مستوى لأس كينغدم أنا أقول لكم لا تحضر لا توقعوا شيء من هاللبل هذا أنا بالنسبة لأس كينغدم اللي الحين هو واحد المستلسل فيكينغ بعدين يهي فيكينغ طالع أمية أمية بالطماطن معفهم والله أمية بالمئة مبضان على شون أمية بالمئة أرطل طمية طماطنة شب غريبة أمية بالمئة بالمئة بالرطل طمية وايد ثمانية ثمانية يلا يعني قاطع أربعين بالمئة تقريبا يمكن أن يترس بعدين بالأربع حلقات يتكون ورثة يمكن ممكن ممكن بس إذا بحكم مبدئيا لأن في الحلقة تصبح ببداية بس رطل طمية الكريتكس ولا الأوادم اهني لازم تفرق لاحظة صح نحظة نحظة نشايك الظهما كأن عندنا ممتدي عام ما أشعرتك معّه وعلى حق الاجتماعي 56%. 56؟ هيا هذا سكورة. لا هذا الاجتماعي. هذا الاجتماعي. هذا الاجتماعي. 6.5. لا اعمل شغل بالاجتماعي. لا اشيك الكريتكس. حسنا. لا يريد ان يقول. انا اشيك الكريتكس. لا يوجد الكريتكس. لا يوجد كريتكس. لأنه صارت في مشاكل. تتعلم ما؟ انت تقول تدري.. انت تقلت لك ان في ناس انبطت شبدها من شاء الله انت تقول تدري.. شنو.. 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 العادي كان مكتب على النات كله لا 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 لا.. انه في شخصية فيكينغ سامراي ايوه.. 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 حطوا قصة حقا.. يعني هي في قصة.. انا بحياتي ما سمعت.. بحياتي.. بس انا ماني سويدي.. فلو ويانا زودر دخ يشرح لنا هل صح؟ لا دخ مافي.. دخ مو سوي دعني اشرح لك.. أول شي.. غل؟ اول شي.. هذه الشخصية未توق إدري.. هل تعرف يانا ا polymer اي حلو، هذا اليارل، هذا اليارل طبعاً هو طبعاً كلها من مستوحين هم من شخصيات سجية، حلو؟ حلو؟ هذا اليارل، هذا اليارل اللي هو يارل هو شدنا بالـ H اسمه، هاكنسن أو هاكون أو شيء شدي، يارل هاكون، نزيل، حلو، هذا نزيل، أول شيء، أول شيء، هو ريال، غيرنا، حلو، هذا أول، أول شيء، أول شيء، أول شيء، لأن اسمه، اسمه هاكن، نزيل، هاكن، تعرف أنت السويدين يكتبون هاكنسلاش، يكتبون عرفت لي هذا أودنسن، سيغرنسن، مايشنون؟ سبنزن، ايه، فهو يارل هاكن، خلنا أفرض أنه هو اسمه سيغرسن أو شيء سيغردسن أو أي إن كان، بالاسم نفسه، يعني جنا لو ترجمها، نزيل، شفت شون مثلاً، بالسعودية يكون بن علي بن جمعة، يعني نفس الأتراك، نفس الأتراك، نفس الأتراك، ايه، الاسم مكتوب سن، ايه، سن، هاكنسن، يعني سن، ذكر، نزيل، هادي شغلة، بعد أن شغلة ثانية، إنه سويدي، يعني سويدي، تشلي لونة، تشيرتي، تشلي، تشلي لونة، هذا فقط هذا يا غيم، يا عمي، يعني، 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 زيد، ما يخالف، أنتو تابون تابون تحطون شخصيات، يعني يعني، يعني أنا، هاكنسن، ما يسمونها، وبعدها شيء موضوعه، كمل فيها، كمل، لا أنا بنت، لا أنا بنت، ماسك وهذا، بس لأهم الناس يزعلوا، ليش تحطون بديها، وليش تحطون واحدة سامراي، يعني لو أنه، لحظة، 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 اللي فهمت منك الحين، هو نفس حاكنسن، شعلو، وخلوه نفس اسمه، وحطوها السامراي، نفسه، اي 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 اي، نفسه، يعني شنك، 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 أنت الحين، شنك، 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 يا عيب، تقول أنا بسوي، أنا بسوي مسلسل، كوين إلزبث، بس باييب اللي مثل كوين إلزبث طارق العلي، شذي يصار؟ أول الله شوف، ملت، يعني أنت بس المكسل، تقول أي ممثل ريال، شذي يصار؟ إلزين؟ متأكدن bilmiyorum? اي اي اي. مليون بال100 من كنت تقول انك تقدر شعرة lig Shimabось من كنت لم أكمد قصة مارتين لوثير كينغ وخليها مارثا لوتر كينج وبعدها تخط لي مارثا واحدة ممثلة بيضة تمثل مارثا وهذا مارثا لوتر ما يصير يعني اوكي انتو تبون تألفون بقصة خيالية ما يخالف بس ما يصير ما يصير شخصية شخصية بالاسم تاخدونها تحطون على اساس شلي قصة انا صراحة قلت لك يمكن بالسويد انا بحياتي ما سمعت بس يقعقون يمكن هموه بسويد بالنوروي بالنورويج يمكن بالنورويج كان في حاكم يعني عنده نفس البيع انا ما مر علي صراحة ولا مرة سمعت بحياتي عن حاكم بالدولة اسكندنافية اسمر وهالمرة واحدة سمر اول مرة بس انا ما عارف شراني معلوماتي ما يوفم نقوصها شوف لكن بس ارحبت فيها اصلا يمكن مر علي انا انا هم من طال الحين هذي سالفة تلع عرفت الدايفرسيتي وماشر شفت انا ويلوف تايم ويلوف تايم هذا مسلسل مستحوذ من كتب شن الرواية شن ما لامازون ايه شن الرواية خمستعش ماي ثمانتعش كتاب مادري شن قالوا انا الرواية حلوة بس المسلسل كان مخبوض الرواية حلوة المسلسل علوي انا مقاري الرواية قاعد اطالع عسيت اني قاعد يمشون على كووتا الدايفرسيتي لا والله لدرجة 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 ها علوي لدرجة اللي الحين تخيل تخيل يعني انت تخيل عالم مثل عالم لورد الف درينجز هلو عالم مثل عالم لورد الف درينجز اللي عندهم أديانهم ومادري شنو وعرفت اللي الالفز مع شي تخيل تخيل ها وبينهم بينهم سنتي شنو ديانتش بالحالم هذا شنو شنو موضوعش من العراب صل 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 بوغش مرة والله بوغش مرة كان في واحدة محجبة بينهم انت شنو موضوعش من العراب لا لا داخل هذا ويلو لفتاني اي 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 شكع طالع أنا هادي شنو موضوع حب العراب ليش موجودة يمكن عندهم ديانة يمكن يعني تأليف عندهم ايضاف انا يا انا انا مرتي مرتي اه 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 تحب الورد الف الرينس روايات الورد الف الرينس والحفلام أفلام. فأقول لها الحمدي ربك إنه لورد أوف درينجز طلع قبل عشرين سنة. يس. نزيل؟ حمدي ربك إنه قبل عشرين سنة طلع لورد أوف درينجز. ويا فرح لما تمت. كان يطلعون أميزون جاي يقول إن لم تسوي لورد أوف درينجز. نزيل؟ يوم ويوم أعلنوا. كان أقول لها. حطوا الألف أسمر صحيح؟ لا 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 قلت لها باتر إن ما طلع ألف صيني. طلع أسمر. أنا ما أطلع ألف صيني ودوارف مكسيكي. زين أنا ما أفهم. ما شئ أنا مكسيكي يعني حيل حيل عنيف. عرفت على حيل ترينجز. أي شي عي شي عي شي عرفت أي شي. كان ينزلون تريلر رود أوف درينجز. مو زعلت. مو تحبطت. شافت التريلر شاد تقول. والله من التريلر مبين في شي غضب؟ أي طلع الألف أسمر. حطوا ألف أسمر. شون ألف أسمر؟ ما سمعت السلفة اللي توني قلت لها؟ نايت ألف مفروض. حبيبي. نايت ألف. هو خلوه نايت فعلي. خلوه نايت فعلي. علوي أنا أنا. سمعت السلفة ولا لأ؟ لا أنا كنت أشوف هذه. هندرسون ما يسمونها. أقول لك. أقول لك أنا قلت حق مرتي تحب. مسلسل لورد أو درينجز. فقلت لها. الحمد يا رنبوتش إنه مسلسل لورد أو درينجز. قبل 20 سنة مسوينا. ويا فرحة ما تمت. كان أميزون ينقذون. كان إحنا بنسوي مسلسل. خلي حطوهم التفايلر. لا مسلسل حبيبي. لا مسلسل حبيبي. لورد أو درينجز. قبل 20 سنة مسلسل؟ لا. الحين. الحين بيسوون مسلسل. اي اي اهو فلم. فبنسوا بنا مسلسل. الحين بيسوا مسلسل. بس المسلسل أحداث قبل ما يشم سنة من الأفلام. حلو. قطلت لها أول ما طلع الخبر لها اذا ما طلع الناقص صيني ودورف مكسيكي أنا ما أفهم. فشين طلعة. ذلك طلع التفايلر. شفعت التفايلر كانت ذلك. أنا ما AKAN جيما لشي مستلسل تشوف التفايلر. واة أكرادar فلن prosecutors. الله滥. أنا ماvio يقول ماذا يقول ماذا يعيش. الهي مثل تشوف الترائيلر علي. الهي مثل تشوف التفايلر علي. يا حبيبي أنا قاعد أقرأ.. أنا قاعد أقرأ ما قال.. هاكنسون.. آآ! سككت فيني.. سككت فيني الدنيا عدوه الله يسامحك. الله يسامحك.. آآ 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 شاكو! آآ آآ شاكو! الزهر! كلّة منك! الاخلاة تحجي عن شي حلو.. صح! الاخلاة تحجي عن شي حلو علاقني! أنا.. أنا.. أنا اللي عطيت نيتفليكس لا مانع! شي دزولي.. دزولي.. كتاب.. رقع لهم لا مانع كله مني مستحيل يعني والله مستحيل إذن هذا فيكينغ بالحل هذا مصخرة يعني اللي كان يصير مصخرة اللي كان يصير الحين مصخرة يعني للأسف الموتى و علوي علوي حينما إحنا نسالف نقول شنو إحنا بعد سوينا شوف شوف تريلر لورد فدرينكس يس شوف تريلر لورد فدرينكس بيشو شنو كنت بي رح تشفت فيلم انشارتد شوف هل هو محبط محبط هل هو جميل جميل ولا زين بالنص بالاختصاراتنا وبعدين اشرح من وجهة نظري أنا كواحد لاعب الألعاب ممتع فيه الكلك من الأفلام ها كلك الأفلام فيه ينقز من فوق طياره وماذا شنو نسل التريلر هذة عركات شوفتد يعني انتك عاد تشوفه باللعبة تصير حلو آآ من وجهة نظر أم حسين لأنه وهي ما تعرف ولا شيء عن الألعاب آآآ خلش فيلم فل افاكشن نايس 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 أي يعني كا من وجهة نظر شخص ما يعرف بالجيمز كلش مو شايف ولا شيء بالجيمز حقها آآآ نايس آآ آآ يعني من طالة الفيلم قاية تقول تعرفين أي شيء عن آآ 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 طبعا مات الطيارة لأنه حاطيني بالترايلر فما أقدر أقول أن هذا حرق لأنه أشكر حطوه بالترايلر يعني وحرقوها علينا بالترايلر يعني الأولي حقه اللي هي صافة الطيارة وشونه متعلق وشذي شايف اللي صار باللعبة نفسه يصير بالفيلم طريق إخراج سينمائي يعني سؤال السؤال هنا آآ شي سمونا نيثن دريك جيد كان بالفيلم راكب أي راكب راكب مو كشكل لا 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 ككاركتر ككاركتر أي يابا نيثن دريك سالي سالي هم بعد مو كشكل بس ككاركتر أي بس حسيت آآ شباب أكثر يعني أحس نيثن ضابط أكثر أنا ما عرف اسم الممثلين فما الفيلان اللي حطوه بالترايلر انتونيو بانديروس لا لا ما عرف اسم الممثل أنا يعني خذ طريقة نيثن دريك بالكلام ما تعرف اللي دائما العدو الحلم السجقة يتكلموا إياه و نيثن دريك يرين عليه برد يضغطه زيادة شوف في ناس قالوا لي هالشغلة هذي ما أدري انت تعرف كاركتر هو هذا توم هولند هو سبايدر مان نزيل؟ و كاركتر سبايدر مان المفروض انه هو ينكت بس سبايدر مان اللي هو مثل دوره ما ينكت كثر سبايدر مان اللي طافوا صح نزيل؟ الحين الحين يقولون اللي شافوا الفيلم يقولون حسينا هذا سبايدر مان ما حسينا نيثن؟ حسنا لأنه ما مثل فيلم سبايدر مان فخلاص الناس رابطة حسنا نفس مشكلة الممثل هذا يمثل هاري بوتر خلاص ما يشوفونا شي ثاني هذا هاري بوتر نفس هو الجاكمن انت الوحيد والفرين انت الوحيد والفرين بس خلاص ما في أحد غيرك أهم مشكلة لما الواحد يضبط دور معين حسنا مشكلة بس هل بس بالعكس ترى نيثن دراك لو تشوف لعبتها وتبشي فيه بالله هذا وهو فعلا ترى بس يضغط وينكت ما تحس انه صعب انه يكون جاد هو نيثن شدي هو نيثن شدي عادة يكون جدي أحيانا ولكن طول الوقت يأخذ الموضوع محمد يقول سبايدر مان يسوي النفسه نيثن اوكي هذا بالنسبة لشي يسمونا انتشارتد الموفي بعد شعندك على طاق لحظة 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 الصدمة ايه انا خلا اقول ملحوظتي هذي كنت ناوي امس اشوف مع الشباب فيلم رزينتيف الاخير الذي ينزل الواقعي الواقعي مال نتبكس اه ايه هذا اللي ليون و جل جل سمرة هني تطلع بعد انزين يعني اشياء ثانية يعني يعني هاتف ثانية يعني هاتف ثانية رزينتيف الواقعي اخر واحد لا هذا بعد يا جماعة ما يصير والله ما يصير انزين لا خلاص عاد ازين اطر 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 شو شو اسوى انا قلت لهم ابي اشوف شي عن الفيلم قبل لا اطلع عشان اشوف يسوى انه نضيع وقت ولا لا قال الفيلم اذا تطلع بروحك مضيعت وقت اطلع مع الشباب تضحك يسوى هو ايش فيلم تطلع مع شباب وضحك تسوى ايه ليش لانه رواني لغطة تذكرون رزينتيفل 2 مول تنكر القلب ويحترق اهني لا تلقى الناس من اللي كان قاعد لان الاشكال الممثلين لا يشبه اي كاركتر من الكاركترات فما ادري هذا منه اصل اللي قاعد بس المفروض منه شخصية رئيسية انزين يمكن ليون عادي يعني جدا مو اشقر انزين يمكن ليون مو اشقر كان قاعد شويتم المخفر 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 مو فيه المخفر اول شي اللي بلويه يكون قاعد هذا كذي وحط سماعات قاعد يسمع الغنين هذا واحد من الاطل حط سماعات وقاعد يسمع الغنية والاغنية مال اشغل بالجو فهو من رافع صوت السماعة الزومبي مال التنكر يدش عليه محترق بس احترق بس توقع شلو مشيته بيشتري بيمسي داش بني آدم بشذي عادي بس بحترق مو مشيت زومبي داش له بشذي ماشي عادي وهذا قادي طالع يعني ما يدل شنو هذا يا اخي شدرك ان الزومبيز مو شذي يمشون عيلا شدرك ما اقدر اقول شدرك ان الجلة هي كانت بيضة ولا لا لانا كنت اكيد لاعب الكاركتر بس انا غيره بالزومبي با شدرك ان الزومبيز شدرك ان الزومبيز مو شذي بالصج عادي فانا قلت شنو قلت حكي شباب هذا الفيلم لازم نقعد شذي مزاجنا نطالع الفيلم شذي بكلنا متهيئين حقه يعني هذا مو مال ان والله اطالع واشوف واضيع من وقت لا لا هي مطيعت وقت بروحك بس وناسة معظم بك احسان نوع من الفيلم شذي يعني تحطه وتضغطه نعم وتضحك حيل وتدم عليه شذي عرفت المفروض شذي هذا ستايله هؤلاء 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 ايش رايي كل سترايلر عليه ويصج انا بحاول اتذكر انا فيلم ما شفته من عشرين في مليون سنة ليش في خوال؟ في واحد عند نبلة خوال هذا وهذا الالف هذا الالف نعم هذا الالف هذا الالف هذا الالف نعم هذا الالف واحد اثنة والالف ايه والله لا حاطين حاطين شون شذي؟ ليش؟ عادي ممنوع عليهم؟ ممنوع ما يصير انت ما شفت الدورف اهل مكسيكي 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 مندخوا اسمه مندخوا واحد دورف لاحي ما طبع ايه لاحظة كانت لاحظة بالبيكترز بالبيكترز لا دورف طبيعي ايه اوكي اه انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي حرام حرام هذا الالف ايه انا بالنسبة لي اه خلصت مسلسل اوليف اس اردد الكوري يسوى 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 ان الواحد يطالعوا روح زين يسوى يسوى خلصت خلصت انا انا لاحظة اوكي ما اد انا قلت لهم حلقة الديوان اليطافت قلت له ما في شي بارز واوكي زومبي وهني تعرف الزومبي اول مرة يطلع وانا الزومبي يسمعون فيه بالافلام انزين بس ان يهال مدرسة هذا يمكن اللي انا ما انشديت له بالبداية ولكن الادفنتشر اللي مروا فيها نتبض فانا شدني بيشوف شي صغير بس كل شي حيل وطبعاً التبك الشخصيات البطل الكل 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 والحبيب الكل الكل والحبيب صج والله والبنت اللي تخافوا البنت القوية لازم تشذي عرفت كلها كلها مكس مكس كاركترات تشذي عرفت بعدين انطر عاد شوف من ليعيش ومن ليموت انا في لغطة انجلت منها لما بيروحون حق غرفة بختبر العلوم اعتقلها لحلقة الثالثة الرابعة يروحون مختبر العلوم سبحان الله صار واحد ذا هولك وقف مدرسة كلها بس ماهو قادر وقف زامبي او زامبي واحد داشتنهم بالغربة وقف مدرسة كاملة الماسك الباب ايه هذا الماسك الباب ايه 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 او حاطين واحد يعني متين شوي جثة يعني انا القوي انا يعني اوه 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 وحاطين واحد ذكي عرفت يعني كل واحد الكاركتر مايين اوه اشوف زين حلو خلصت اودي اشو الشي اللي يصير بعدين لان نهايته خلصت وما خلصت عرفت عرفت اللي المفروض انه خلص ويقدرون يمونا سيزن 1 انزيل بس اعطوك تريجر حق سيزن 2 انه ممكن يصير فيه سيزن 2 فهما يعني ما في كلف هانجر بالنهاية بس والله انه ها اذا نجح نسوي سيزن 2 او متذي يالله سيزن 2 بشركة سيزن 3 بمستوصف لا لا اه هي يعني فيه اشياء حلوة اه طلعت شنمو الانيميشن اول حلقة مادي سوالفت عنا ولا لا شنمو يس يس فيه انيميشن يديد мной معهم اللحظة أحد فيها انا قال Use اعطينا في ب BSR لاенные احاطيا لمَ رأنا يعني أنا. زين؟ شن هذي؟ أدورتوين؟ نعم. يعني قاعد أقول لك إنه... نحن نمشي على... نحن نمشي على... عشان يترشي حق جوائز عرفت؟ لازم نمشي على التشكلست عشان يترفعين ديز. وايت حلو. وايت حلو. يعني... وأنا ميشي شنمو لا باس فيه؟ تكفى قل لي إنه حلو لأنه أنا ما لعبت ولا لعبت شنمو. زين زين رح يمشي. رح يمشي. رح يمشي إياه. يعني الأنميشي نمشي على قصة اللعبة؟ شوف. اتطالع كيميتسو. اتطالع يعني كرسم ها؟ انسى... انسى الرسم. يعني أنت طالع شي... لا لا يعني مو خايس خايس. إنه فاشل. برسرك 3D يعني؟ ها؟ ما في 3D. لا لا كلها 2D. هذي الميزة اللي فيه. هذي ميزة أنا. هذي ميزة؟ اوكي. ميزة. لأنه ما في ولا شيء 3D إلى حد الحين أنا شبته. بس اللي يطالع كيميتسو يطالع تاكن تايتن يطالع ساماران كينج يطالع كل هذيلي. بتي يطالع شنمو تحس رديت هنا خطوة وراء. مو خطوة خطوات وراء عرفت؟ الله الله. ايه بس أنت إذا يعني ودك تشوف شنمو لا باس. نتباد. لا ايطاف مو الله. بالحين ثلاث حلقات. اهو. يا فنتباد أنا شفت أول حلقة اليوم بشوف الثانية والثالثة مع حلقة تاكن تايتن يدد. أهو. يس. يالله هفن. بس أتوقع هذا. ايه أناوي بعد أشوف هذا Space Invaders. مادي Space هذا ما الشي يسمونه الممثل. مال The Office. مال The Office. مال The Office. مال The Office عدول. مال The Office عدول. ايه هذا. كارل. ما كارل. ايه هذا. ايه. سيزن 2. هذا Space Invaders. مال The Office. مال The Office. سيزن 2. سيزن 2 سيصير حلو ولا لا. ما أدري. اوكي. لانا سيزن 1 كان نص نص. فهذا ناوي أشوفه. يعني. يعني. كم شغلة. نزين. وياه. وبعدين بلشت الألعب. عشان شيء رح يصير. فأخذت الألعاب بعد شوية. يالله. يالله. إذا تشيخن بلش بالألعاب. ما دري. في عندكم شيء ثاني. ولا ننتقل حق الألعاب. نقول. ننتقل حق الألعاب بعد. لا نطولها كثير من شدي. انزين. اوه. اذا ما نطولها كثير من شدي. اوه. تل مايسري على العقود بس عشان يمشي. اوو يالله. يالله يالله يالله. اللعب أعلا. وعليكم السلام. باي. 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 هالسري. هو حالفي بيسلم على النا. هو حالفي بيسلم. الله يحفظه إن شاء الله. وإ شاء الله وإ شاء الله علي تمارك الرحمن. الآن ننتقل حق فقرة الألعاب ونسالف أول شيء عن شيء سالفنا في الحلقة اللي طافت أو بيشو صالف عنا الآن يعطينا ختاميته أو هو بوكيمون لجند بعد ما ختمها بيشو هذي أكري أكريس 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 أعطنا الختامية لقد قلت لي شيء قبل الهوى أريد أن تقولها مرة ثانية إذا لم تذكرتها أقول لي اللعبة هذه صراحة أشوفها خطوة حلوة من جيم فريكس حق تغييرهم حق لعبة بوكيمون صراحة يعني ردت لي الفضول ما الأول بوكيمون اللعبته بحياته هو بوكيمون يولو إنه إيه تمشي إيه أقول لحظة هذة طلع لي أبي أقول لأ شون هالشالنج هذا الصعب إلا أطوفه يعني على وقتها كان بوكيمون يولو بالنسبة لي كان تجربة يديدة بالكامل بوكيمون اللجندز رد لي هالشعور ابتداءا من أنك دائما أنت تخاف من حوالينك لأنه بلجت أنك تقدر مبلغ أقدر عليهم خنا حاول تحدهم لأنه الحين على الأند جيم إنه إيه طالع على البوكيمون ما أخاف منه بالأكسر روح أدرعن فيه صارت اللعبة تخيل وصلتني ردت لي حق شعور إنه إيه أبي هالتيم أنا بيامي علي هالتيم هذا أوه هالبوكيمون هذا عجبني خلاص 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 أضيف حق هالتيم ما لي هالبوكيمون هذا يعني اليوم اليوم أنا حين طفت تقريبا 50 ساعة اليوم أطيح بالصدفة على مكان طلع على بوكيمون أول مرة أشوفه تخيل أنت قاعدت لعبة طفت فيه 50 ساعة وليحن قاعدت أكتشف فيها بوكيمونات ديدي وليحن عندي في أماكن بالبوكيدكس على ما تستفهم حق البوكيمونات وهذا شيء حلو يعني اللعبة يشجعك حيال أنك يلا روح استكشف إذا تريد تطلعهم كلهم روح استكشف ستجد ماكس سرية في شغلات لحن أجهلها لا أعرف لأن حاول ألعبها عمياني لا أطلع على الإنترنت اللهم من اليوم الذي بدأت لقد خلاص أنا أطلع على الإنترنت أشوف أبطل باج الشغلات بس خلاص تسلمت وصلت أكتشف باكمانت أنت يمكن عندك إياها بس يكون خنقول إليت فيرجن منه زي يعني عادي تشتايت باكمانت هذا عاجبك بس لأن 6 أو هو لفل خنقول شي و 20 مثلا نفترض عادي يطيح على بزون مرة تتلقاه اللحظة اللي يكون العيونهم شابين حمر هذا العيون شابين حمر عالي شون يكون عادي تتلقى لفل 60 70 كم لفلك أنت كاركترك ماك أو لفلك حقك لفلك لفلك مالك فشم لفلك مقارنة أنا لحين توني أو أصل لهم تقريبا يعني الأفرج بلوتهم كلهم تي على 75 70 أو يعني أعلى من لفلك أي يعني يكون عادي يم لي أو أنا كنتوني طايفهم شوية تخيلتوني يعني أم أنزين أي يعني أنك تمشي تصيد تمشي تذبح يعني ردني شعور أنه روح حوس وشون أنت بتسوي روح سوي أنت بتكمل بوكيدكس أنت بتسوي سايد كوست يعني إذا بقول يعني شغلة اللي مخليني إلى الحين ما أنا قادر أنتقل على اللعبة الوراها الدرنج أن لهالدار درجة يعني أنا حاط ببالي وأنا أشيي اليوم الصبح أقول يلا 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 أبدأ الدرنج وهذا وتلقان أبطل السويتش وأقول إلا أبي هالبوكيمون الفلاني إلا أصيد أو إلا أسوي الشغل فلاني لأن بعد ما تخلص النهاية الطبيعية معنة القصة العادية سنقول تقدر لحنا تكمل وشنو يشجعونك لأن أنت بعد الأفتر كريدت تطلع لك سايد سويست يدد فيهم بوكيمونات يديد آآ يعني حتى بعد الأفتر كريدت تروح خلص في بونس لا لا في بونس يطلعون لا وطلعت القصة زيادة تكملت قصة بعد الكريدت عالدول تشايف شون ماستر هنتر رايز أوولد لما تخلص كريدت تطلعها بعد في قصة زيادة وراها قصة زيادة نسوين شي بس لك سؤال شوي بعيد عن بوكيمونات لان شني بساعة سألت سمعتك هتقول انك تلعب بل بس رح تلعب ببوكيمونات أول لاني بخلصها اي بقولك الحين السافر رح تاخذ شهر خمسة شنك خونت بولدك اي 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 ناديت ناديت غرفة تعرف نادي دش غرفة يلقاها غرفة ظلمة شهر بس لدي شويه من الباب ويصالع شهر شهر يقول لي هاي باه اقول لي ايباه تعالي قعد عالكرسي بقولك شي ضروري ضروري داشي يرجى بيقعد هاي باه شفيك اقول لي ايباه شوف عادي ترا بالدنيا تعلم فيه تصير خيانات وغدرات يقول لي ليه شفيك ترا ايباه رح اهدك ولا بعد الرنك ما راح اقدر انطر ليش مايد بعيد واسمع كلها التقييمات خلوة هيقول ادري ما انا فهمك بعدها رايق اعطاهلها انا ويقولوا مهمة وايد حوالي لا انا وياه بدلن بعض لا بس يعني لازم نتندو في業 اعطاها درس ديب بالحياتة طباك ستاب على درق اعرف قاال يبا شوفت الاروان اللي انطق فيها الوحوش انا سوتها فيك långبداً لمَا! من قوة ألدَ الرينغ فرقت بين الأب وولده الله 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 يا أخي شنر دروس اللعبة تعطينا دروس يا أخي معيزاكي المفرق بين العائلة نفسها يا أخي معيزاكي العظيم يا إلهي يا إلهي معيزاكي The separated ولا نسم الله أنه هذا إشن فنظل The splitter ماذا؟ قطنا بالكويتي صعب بالكويتي الانفرقتي الانفرقتي ايوه ايوه لا فايي بس حاطة بالي بس ما حسيت اني حاشني شبع من البوكمون الوضع اللي انا فيه حاليا على طول اشغل الدرنق الشبع ماذا يصير؟ لما تشوف شي يديد تقول بروح اشوفه لازم هذا يطفي اي 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 فبس يعني انا كنت محتار بين شيفو و هورايزن و ادرنق بس شكلي راح بلش ادرنق لان علي قال نقطة انا كنت حاطة ببالي ان الانترنت لحن وايد فرش على لعبة الكل ضايع فهذا شعور وايد حلو اني انضموا اياهم فيه يعني بس ان شاء الله ما اطول وايد بعد البوكمون يعني على قلقتهم على قلقتهم ان شاء الله بوكمون اللي كان عنده تخوفات من بوكمون لا تخفت صدقوني التجربة حلوة ان زين تصار في اعلان توا عن بوكمون سكارلت ماساك الان بالاخبار بس اقصد اللي فهمت انه نفس يعني انا متنح شوية يعني مو اسلوبة راح يكون نفس اللي انت لا لا هذه الصدمة اوه بالاخبار انت ناقش فيها اوه زين عندك شي تبتضيفة على بوكمون لا لا بس ما ادلو اذا انتو عندكم اسئلة لان احس احنا ذكرنا وايد تفاصيل اوه افكار اللي فيها بالحلقات الطابت فاني بس بغيت اقول يعني انطبعت انها ايه عنها بشكل عام اللي فهمتها منك بيش وانها جدا ممتاز اللعبة يعني اصدمتك من كثبه هي حلوة ايه واناسي يعني يعني تعرف علي اللوب ماله حلو اللوب جدا حلو بس اهم نفسهم قيم فريك لازم اهم نفسهم يتطورون من ناحية شوان يسوون احتسن حق الانجن مالهم خنقول اللي مسوينا هذا خطرات الجهاز المعفن يعني هم هنحط بعنها جبارة الموضوع بالضبط غير شي بس لا يعني كانوا يقدرون يضيفون مثلا انصافة الفويس اكتنج مثل ما قلنا الفويس اكتنج راح يضير في الليفل يديد من الاندماج بالقصة القصة هم بعد مش بطالة يعني حلوة قصة بوكيمون عالية انا شوفها وائد حلوة يعني اندماجت فيها اكثر من سورد وشيلد اصدج يعني انا احس ان يعني في مجال وائد يطورون فيه ابسط شعال قوتك فويس راكتينج بس ما رأيش ما قايز يستخدمون هل درجة ما عندهم مو مع هل درجة يعني نصف بس اصد يعني ما عدري هل علشان يوفرون اه والله وهم مو مسجد ما عندهم فلوس بس عشان يربحون اكثر من اللعبة مو بس كذي او 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 حطين بجت الفويس اكتر ما ندفع فوق ما ندفع غير عشر دنانير عليه الواحد عرفت هي واحد امية لا بدون الفويس اكتر عرفت كذي يعني مش اللعبة عندهم خاضلت ان شاء الله خطوات ملياية يعني يقوون يعني الموضوع هذا يعني ايه لحد الآن طفت الخمسة وخمسين ساعة اوه في يه عمر يعني زين ايه واقولك اليوم اكتشفت بكنة نديد او مرة اشوفه ام اوك نايس زين ننتقل حق اللعبة اللي وراها انتقد اللعبة اللي وراها على قولتهم الوفق الغرب المحضور او هذا يعني ورايزن اوه الغرب المحبور على اسمها الغرب المحبور اه العموم اذا انا اخذيتها جيد ولعبت ومو تحسر اه شغلات بسيطة لعبت اه اه مو لان انا من فترة ملاعب وايد يمكن هاللعبة قعد افسفسها زيادة على اللزوم ففيني حرة لعب من زمان ملاعب يعني بس لعبت سيفو شوية بس هذي يمكن اول لعبة بعد توقف طويل رديه تلعب هرايزن فر بودنوست شوف الشي اللي ساعدني ان نلعب فيها هالكثر لان قلت لك ما لعبتم زمان ولكن عدلوا بعض العيوب اللي فيها وما زالوا مستمرين في بعض عيوب اخرى واللي اقصده في بعض العيوب الاخرى الا وهو عدة امور بس بالبداية اللعبة شن اللي فرق فيها على الاول خصوصا ان في واحد من الشباب قلت لها لعب هرايزن الاولى عشان تبت لعب الثانية اذا تبت انت تهتم بالقصة فالتول لعب اولى خلصها ومن امس بلشته اعطاني بعض الامور فرقوا اياه اكيد طبعا لعب هرايزن 1 على الفايف يعني نسخة في بلاي ستيشن 4 على الفايف او يعني لعبة 60 فرايم يعني شاف العز ايه شاف العز يعني انظف نسخة حق هرايزن الاولى والحين هرايزن 2 قاعد يلعبها غرافيكيا افرقت بيئات وايد افرقت خصوصا هذا الفوربيدن وست ان القصة على المكان هذا لان انت احداث الجزء الاول راح تقولك انه والله لازم تكمل القصة لازم تروح وين الوست الوست عادة تشوف تنوع البيئات اللي فيها لان البرولوج اللعبة او قبل ان يطلع اللوغو انه بلشت اللعبة ترى تباري اول بوس البرولوج هذا تباري اول بوس انزين اول بعد ما يطلع البرولوج وتكمل شوية بس راح تدش بالعالم اليدين شفت نوع بيئات كثيرة الميكانيكس اللي فيها وايد حلوة اللي اضافوها اشوى ان الميلي صار افضل من اللي طاف بس بشوي بس بشوي مو اللي الفارق الكبير ليش بشوي لان في حركات صارت بالميلي صار فيها موبيلتي اكثر مثلا في حركة تتعلمها بالسكل تري و راح اتكلم عن سكل تري عندما تطلع اروان بعدين ادوس مدة اروان اضافه تطلع الثانية يطمر عليه و يوختر بعدين اقدر شنو اسوي نفس حركات الافلام فعطى دبث اكثر بالجيمبلاي زائد ان الهوك اللي موجود باللعب اللي انت تستخدمه حق الموبيلتي تتنقل وتصعد وهذا وشذي صار خنقول استخدمت الهوك الهوك اذا في مكان اقدر احط عليه ادوس اكس مرتين يقط الهوك مرتين اذا بس سويت دبل اكس مرتين بس يتعلق بالطرف بس على مكان معينة يعني ماتك يزوي دبل جم على راتك مو اي مكان مو اي مكان تلقى المكان هذا مخصص للهوك اذا مثلا سويت الدبل جم بعدها طقيت دائرة كنسلته عاد يسحب الخيط بقوة ويحذف نفسه بالهواء عرفت فصار عندك وايد حركات تقدر تسوي تنوع الاسلحة حلو فقلنا الطق تطور خصوصا للميلي في شغلة اللي هي السكلتري السكلتري موجود بالاول بس ما توقع بكثر الجزء الثاني يعني الحين مثلا خنقول الجزء الاول فيه يمكن اربعة سكلتري يمكن ما اذكر او ثلاثة ما اذكر شكثر هانتر ووريور و ترابر و رنج اي هذالي الاربع اللي قبل بس كان فيه عيب فيه احنا سولفنا عنها ان البوينتات ملوتها بالغصب نحصل الليفل كان بطيء كان لما تحصل البوينت كنت يعني ان الليفل لما يزيد بصعوبة على عكس الجزء الثاني الجزء الثاني المهمات تعطيك بوينتات اكثر غير الليفل بس شنو سولك بدال الاربعة صار يمكن ستة اي ثنك لا اربعة لا الحين الجزء اللي ديد اي اربعة لا لا يفسحولك سالي بعدين لا اربعة اللي قد ترك عنهم لا لا الحين فيه ووريور و هنتر و فيه مال ترابات صح و فيه مال مالهل و فيه بعد اثنين اثاني هم ستة اوكي اوكي الحين شنو مثلا على سبيل المثال فيه حركة يعني خنقول يعني تلقى السكل تري كلها كلها فيها نودز فيها نود اللي يعطيك أبغريد و فيه نود اللي يعطيك حركة يديدة سبيشل موفي ديد اوكي ما فيه مشكلة و كل واحدة منهم تقدر تلفلها ثلاث لفلات مثلا خنقول لفل 1 نقطة لفل 2 نقطتين لفل 3 ثلاث نقطة انت ملاحظة الليستة السكل تري مو كسيرة طويلة يعني انا الحين لفلي 18 اذا يمعت كل بوينتاتي اللي انا وزعتهم 1 سكل تري اوصل للنهاية على لفل 1 ها؟ تخيل الفصهم عطاننا تسميات محاربة ناصبة فخاخ صيادة ايه والناجية متسللة متسللة ومروضة روبوتات ايه ايه اوكي 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 ايه فشي سمونا فصار انه شنو رح تصرف وايد غير انه في ال Special Move اللي هي طيق L1 بعدين R1 تسوي Special Move ال Special Move كأنك تبطلت عداد سوبر قيج انزين انه والله الحين الدمج مال الاسهم يصير وايد قوي والله الحين المليو مالك يصير وايد قوي على حسب كل سكل تري فيها 2 Special Moves يمكن كل Special Move تقدر الطاولة ثلاث لفلغت عرفت؟ هذا الشي صار فيه وايد اشي انا مااني عارف وين اروح فانا ركست Focus على شغلتين ال Warrior بما اني انا لعبي دفش مو Sneaking wide او Stealth wide انا قاعد اركز على الهنتر وال Warrior ليش ال Warrior لان استفدت منها حركة مثلا هذه المليو بعدين اسوي ال Range مثلا على سبيل المثال ال Warrior مو بس ملي ال Warrior في اسهم او اقواس اللي يسمونها اقواس المحارب أنا تربايدوي قاعد العبها اول مرة العب ترجمة عربية دبلجة انجليزية بالبداية تحصل فيها دبلجة عربية فيها دبلجة عربية من زي؟ اي فيها دبلجة عربية يس فيه ستريمارز يلعبون دبلجة عربية ايش يمكن لازم تحول لغة البلاي ستيشن او او اوكي لان بالدبلجة ايه لان اذا انت سوني مالتك القوائم ملوتها انجليزي او تخليها على انجليزي تلقي سبتايتل تقدر تخليه عربي بس الويس اكتنج ما تقدر صح انا عشان شذي ما كنت ادري فيه بويس اكت عربي ايه انا كنت ما ادري بس شنو في شاو قالوا لي لا فيه يوتيوبرز يلعبون عربي وسمعت العربي مالها عرفت انه عربي فصحة بس ما عجبني التمثيل مالها يعني سمعت صوت اي له هذا وشذي وشم شخصية ما عجبني قلت اوكي ثل انجليزي افضل على اقل العربي زين العربي فادني وايد بالقصة رح تفهم وايد امور فيه وايد مصطلحات وغيره من هذه الامور وقلت خليت جرب العب لعبة بالعربي يعني زينة بالعربي بالعكس احسن من قبل بس عادي الهارد مود تحصل تحصله بأول ساعة عرفت اللي انت استوعب هذا شنو هذا شنو هذا شنو ايه عرفت؟ هذا الهارد مود اللي بالبداية هذا الهارد مود ايه بالضبط بعدين خلاص تتأقلم وياه ايه حرفت؟ وشنوه بالكبر الدرك سول كان فيه شي غبي يسمينا بالكبر الدرك سول ما انتشوه الناس اللي تعلقت عليه يعني نفس الطق هذي فالمهم انا اين كنت قاعدة الله فنستيطر اريد كنت قاعدة سكيل تري ايه الة للسكيل تري ايه الة للسكيل تري فانا قلت لك الة للسكيل تري من كثر التنوع اللي فيه صار فيه ابغرادات ملا لها داعي تنحط او ملا لها داعي انا مثلا السكيل تري هذي يصير كلها هن ما صار ما للتامنج ما لا داعي أفلي مثل النوت بسيط سايد بأي واحدة من السكولتريات هذيلي التنوع صار ما لا داعي حسيته over ذكرني وايد بـ cyberbank عرفت فأنا هذا شوية ما حبيته لأنه أنا قاعد إيه شتتني بعدين قلت خلاص أوكي لا فوكس على واحد أو اثنين ماكسيموم وحاول تأخذ الأشياء اللي تابع منها بعدين نتقل حق الشي ثاني للعلم إذا تمي مال الأدوية ما الأدوية هذا تحصل مثلا أبي أشرب البوشن بسرعة نفس شلون موستر هنتر البوشنات بالأجزال يديدة تشرب وتمشي صح؟ لا واللي قبل لازم توقف وتشرب موستر هنتر نزيل أهني لا بسكيلتريت خلي يشرب بسرعة مثلا تخيل نوت نزيل سؤال سؤال السكيلات هل تقدر تخط يعني إذا لفن الألوي وصل لفن معين يعني لازم تمشي بترتيب معين لازم تمشي عشان تبطل نوت معين تحت يعني تشين مشكلة هم بعد لأنه بوينتات تصرفها مثل مو أنه سبريت أنه تريس سبريت لأ هي سلسلة العموم ودي على مدام يبنى الطريق إيلوي لا الحين إيلوي تثبت أنه هي شخصية سم ما تنبلح ليش؟ سم ليش؟ أنا من الأول كانت شذي والحين أنا ما ماقدر أنا خلوني تكفى أنا انبطت شبدي يعني تفايل كل ربع اللي وياها يقول ثني نساعدش أوكي أبي شيديد أبي واحدي بشوف اكشن لا 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 انت خلك هذي أنا المهمتي أنا انت ارتاخ أنا اللي كموس أنا السيفير أنا الوحيدة اللي أقدر أنقذ العالم أوكي خلي موت بشوف مشهد مؤثر خلي موت بشوف مشهد مؤثر ازيل عادي عني أوكي يعني في كنبارس بالجزء الأول يطلع اللي هو هذا الاسمر اللي يطلع بداية اللعبة كان كنبارس بالجزء الأول يطلع شوي ويفتفي بس أهو قاعد يقول تكفين بيويات قاعد يقولها تكفين بيويات لا 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 ارتاح دعارف مصطلح الخفيف اللي قط نفسه قط هو مو قط نفسه قط هو يقولها حطيني بجيبك وركضي بس ما تشغل فيني أنا أساعدك أي شيء أي شيء تكفين لا لا خليك بس والله العظيم كانت تبي تقول أنت ما منك فائدة اقعن تذي حسيت فأهو أهو شخصيا أنا مو قادر أبلا ككاركتر ولا وأهم شيء مرتين تقول شنو هذا ريال عرفت أنه ويها يعني ريال مرتين مرتين عليه قلت طال تقول شنو هذا ريال قلت لها لا لا ترى قلت لها شبالها محد شدي قلت لها والله ما أدري ما أدري منه المو دل اللي ماخذين يعني الكاركتر ردة المهم فخنا من إيلوي الحين لازم هذه ملاحظة الـ QA Team الـ Quality Assurance Team يصير لأبغريد مع القرلا لاحن فيه أغلاط نفس الأول أغلاط من هنا من هنا تقنية أي أغلاط نفس الأول بس هي أغلاط نفس الأول يعني مثلا صح هي أغلاط نفس الأول بس فيه أساسين كريد مثلا هذا يعبادي التسلق ماله حلو بالعكس لما تطق R3 لما تسوي سكان المنطقة من كثير ما أن البيئة حلوة ما تدري أن هذه الطوفة أتسلق ولا لا بس تكتشف أن فيه أطوف تقدر تسلقها بس ما في شي بارز حيلا غير اللون الأصفر إذا كان مثلا أن هذا ينمسك لكن بالبيئة بالطبيعة ما تقدر تشوف لون أصفر على الجبل مثلا لما تطق R3 يبين لك خطوط صفر يطلع كان من هذا اليائية طبعا أنا ما ديش سبب الإنجليزي دي سيت اللي حطتها يم إذنها هذه الشب نزين تديش سبب العربي نسيت المسلط لا تسأني شنو المسلط 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 يعني من المسلط من تسليط شنو يسلط على شنو أنا ما أدري يسلط عليك انبهو فبالمسلط نزين تشوف أن الأماكن تقدر تساعدها هذا الشي مفيد أعياد يقول لك فوكس بالإنجليزي صح صح الفوكس صح 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 نزين ليش ما يسمون المركز نزين يعني أي شي لا مركز كلمة Y generic المسلط من التسليط الضوء علي تسليط طبوعة نعم أوكي انزيل المهم فان المهم ففي شغلة ان Blazm كل مرة تسوي Continue saber running the things التي تقدر تاخذه بس في شغلة HUD إذا بetti YOU cut it off تقدر تخلي أن كل الأشياء تكون بارزة بدلا تسوي R3 كل مرة يبقى تخرب عليك psychic اك ��zial يمكنت نقيم 跟 ou Don Lemon شون يعني غو differential يعني مثال يقوله يمكنك مكان المشون آآآ ! خطيّنshaw طب هي تحيش الحياة ما راح يقولي كوين بس يقولك إنّه والله هي نورثالением المنطقة الفلانية في قارية حصلة هناك بالجzessا بitation، لا ماذا إلى الرجاء يا مول عليه نورثالك تواهيل عرفت؟ الآآآآآ المهم فآآآ اللعبة حلوة قلنا الاغلاط اللي فيها مثلا ايه؟ لما تتسلق مثلا تطق مربع عشان تنزل الستبلي وراها لما تنزل مو متهيئة انها تمسك تنزل كأنها شخص واقف شدي على لاند تنزل شدي بعدها فجأة تمسك فيه اشياء يعني حرام يعني هذه الاشياء البسيطة هذه قاعدت روح تطلعك بالمود شوي انت كنت حلو تتسلقين وضع جدا مرن وايد حلو انه أنا عايش عايش هالفكرة هذي بس انزل لي تحت وتبي تخطر شمس تب لا تنزل شدي سيدة بعدها تبسك فجأة جربت انك تدوس دقمة الطمرة بس مع تحت يمكن تسوي فرايم انها كانت تنزل روحها اه مافي يا انه اذا تمشي خطوة تحت انزل او انك تطق وربع تفلت وبعدها تبسك كبيرة ثانية ايه يعني اشياء بسيطة عادي تلقى الكاركتر اه تلقى ايتمات اول شي شكرا على السبسكرايب شكرا لك يعطيك ألف عافية شكرا مون شكرا اه في اشياء مثل على سبيل المثال عادي ايتم تلقى من نصف صخرة ما تقدر تاخذه موجود مو انه طاح من يعني مثل نبتة موجودة فوقها صخرة تعال اخذ الايتم اللي هني وايد هل الامور هذي تصادفني مثل ايتم مهم مثل ايتم نبتة هيل مثل على سبيل المثال بوجه السون قال نقطة صج مهمة البرفورمانس مود يحتاج للتعديل مو بس جري انا بقول لك الحين شو نصار فيني بالبرفورمانس شنو اللعبة انا ودي اشوف الطبيعة بهاي رزولوشن بس انا دايما افضل البرفورمانس ليش ابيالعب من نعومة اكثر انا هذي عندي قاعدة فانا ضع حيت البرفورمانس عشان شنو العب نعم اه حلو ايه تلعب واللعبت لعبت وايد انزيل فجأة من حيث لا اعلم يولي يمكن خمس رابوتات شنو انفضحت كان يولي خمسة وحيالي يا زورو مادي شنو طلقات ويحثفون علي وانا تراب وهذا وانفجارات فجأة اللعبة قطعت شوية قلت اوكي زحمة اوكي يعني عادي غرافيق قوي خلص الفايت اللعبة صار الصور سلايد شو لا يبقى والله العظيم الرم فاول الرم فاول ايه قاعد امشي ما اقدر ما اقدر امشي حتى الركضة ما اقدر قاعد اشوف القرية بروح اسيف بس قلت اساور الجهاز والله العظيم الهالدرجة ما ادري قلت يمكن والله المهم رفت ولا سيفت خلص التسييف رد برفورمس عادي ما في شي طبيعي كأن ما صار شي دشيت موب واحد الواحدة توني طاقة شان يرد مرة ثانية الموضوع سلايد شو قلت لا في شي زفت قاعد يصير قلت خل اسايف واطلع رحت سيفت لما سيفت رد طبيعي ما في شي قلت لا ما اتقص عليها المرة رستارت ازاي ازاي ابو سويت رستارت اعطى غيرك اشتارت اشتارت ابو سويت رستارت رديت تهوشت مرة ثانية الموضوع عادي صارت وياي مرة واحدة بس كل شي حيلي قال لك بيشو الحال حق كل مشاكل الدنيا دليتكو كيف رستارت كل شي كل شي ما تدري بد الواير عرفت افصل الكهرباء هذا اي شيء اي شيء اي شيء بداي ينجح وياك بس لاحظت انت بالبرفورمانس ان الصورة مو نظيفة يس شوية لهالدرجة حسيتهم من رزولوشن ويت طاح اه اوكي انا اختلفوا اياي الصورة في هذا الاجهزة الاطراف الشخصية شوي بارزة الصورة مو نعمة وحتى العالم نفسه يعني يطلع بوب اوب شوي شوي ما يشو صاير يعني ما كان حلو هذه نقطة الاولى عشان تشري قريلا جيمز الـ QA team لازم يصير لأوبغريد نزيل عشان اللحظة انا قرأت شغلة بتويتر يمكن فعلا ان هذا شيء يعني الكلام اللي يعني ماضي اذا فيه حد تجربه ولا لا يقولك على ما يصلحون الـ performance mode اذا تبي لعبها بلايستيشن 4 version يقولك احسن يس وايد اصلا يس لا وبعد شروع في شيء غث تدي اذا شريتها نسخة بلايستيشن 4 ترى فري اوبغريد حق الفايف تدري؟ اي اي انا ادري اي 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 احسن سويتها اي 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 انا ارى حمد كاتبها او سوى لها راتويت اذا احترى حركة اذا احترى حركة اذا ما في مشكلة اوكي انا انا راحت علي شريتها قصه علي شريتها بسبعين دولار حرام اذا لم يالش حركة تم اي اي ما ادري ياد قطه بستي انا او ثلك ريال علي كلمتك كل أبغريد بعشرة دولار او لا يقص عليك اول لعبة حق بلاسيشين فور انت لو عندك تداشى في بلاسيشين فور ستطلع لك ماندى اشكى في بلاسيشين فور اوه شفت الكلمة اللي قلتها شفت الكلمة اللي قلتها ازاي خلها ستين مدم هي حق الفور لا اي مو حق الناس اللي يابوني يطورون من فور لي هفايف مان اقدعتني بسي اوكي يالله، عشان لاندهش بجي دولة موان اشيكوه انتك عتحاول، ادري ادري والله ادري فهمك بس انه.. هازم اعطيك وجهات نظر مختلفة يعني ميسي وجهات نظر وقت بس بيتمش انا اتفق وانا احب شدي كذا اكتراط لا لا شوف، هاتديش كان حركة شنونج كان لك طالب المطعم بوفي بعد ما تفعت كل شي يقول لك اه صج بس انت طالب البوفي بدون قراسين ترى تبقرصون ادفع بعد زيادة يعني مو بس كذلك يقول لك هذا الفصام يقول اللي شراع الفور واللي شراعها اشره واللي فور وشراعها ب 85 دولار يقول والله ليش؟ يمكن ادشن معين ما ادري شكله بالسور السعودي اغلى يقول لك ارخص من السور السعودي يقول 80 دولار بالسعودي ايه هذا بال... وايد مو بس كذلك المهم مع الضرائب ايه يمكن يمكن اول شي ياقوب اهلا وسهلا اهلا شهرونكم يا شباب شخباركم اهلا اهلا حبيت البلوزة نعم انه هقار حجار حسبت ماستر ايشية اه اوكي هذا ماستر ايشية من بعيد انا حسبت هذا عن انقوصة الهنينيني هذا الاسود ايه الاسود ايه ايه من البعيد وهذا كان عنده هذا ستراب بالنصف ايه صح هذا لا الهنقر ايه الهنقر ايه الفصام يقول دلوكس اديشن ايه دلوكس اديشن ايه المهم ايه فانا دايما هذا كلمتي من زمان ايه عدله اللبسنك لدرجة مقبولة جدا عكس الجزء الاول ايه اوكي في بعض الشخصيات هورايزن هورايزن ايه هورايزن في بعض الشخصيات اللي كمبارسية تحسه شدي تسوالوا فيها هو يعطيك وهذه مافي اي كونتاكت مافي لا شوف اللي انا لاحظته اذا كان مين لاين او يعني كان متعوب علي يعني شخصيات رئيسة تحس ان لا وضع كلها كلها الحوارات والبكهج كلها اوكي والشخصيات اذكرت اي شي سايد كوست رابط اخذوا خل تلقى الزين تلقى الزين المهم اللعبة فيها ايه شوف الابن وورد هي اللعبة اوبن وورد هالجزء مادر ليش بكثر من البيئة مثل نوعه عرفت انت اللي حاشك ببوكيمون فيه استفهامات يقول لك اني فيه استفهامات شنو فيه الاستفهام يعني يطلع مكان تسوي فيه اوبغريد يعني يطلع مثلا فيلج يطلع معسكر يطلع كهف دنجن يطلع والله مكان انشنت يعني مثلا مثلا اماكن انشنت اول واحد فندق يعني وين مافي بهل عصر فندق بس بالعصر القديم عندهم انه كان في شيء يصبح فنادق اي شيء مكان اثري باللعبة تقدر تطلع منه شيء فازي شيء نادر فانا حبيت الاماكن وعادة الاماكن الاثرياء عبارة عن شلون انك توصل للايتم تفجر شيء تصعد شغلة تتسلق شغلة تبطل كود معين هذه كل الامور تسعب فاوفورول اللعبة شادتني اللعبة الحين المكلة أنا وصلت فيه بالقصة صار interesting على عكس أنا ردت فعلي بالأفتر كريدت والأول المفروض القصة انتهت وأحيوها غصب طلول سؤال بداية ليه البرولوج ما تحس إن اللعبة باردة الهداث باردة القصة باردة حوارات باردة أنت أنطر بس توصل هذا أنا بروح للفوربدن وست وبعد ما تشوف طبعا أحد الكاركترات بوجوده بالجزء الأول شخصية مهمة بالجزء الأول تشتغلوا إياه رح يبين لك أن أنت لما تبدش الفوربدن وست رح يصير أول حدث من هذا الحدث رح يشدك العالم رح تقول شروع فيه خفايا بالفوربدن وست أنا رايح بروح أسوي شغلة عشان أنقذ العالم لكن أكتشف برحلتي هذه أنه فيه 1 2 3 4 5 فاللعبة تبدش حرفيا لما تدخل الفوربدن وست وهي ما راح تطول يمكن أول كوست بعد أو ثاني أول أو ثاني كوست بعد البرولوك هذا الشيء اللي شدني وقصوصا والله العظيم عادي أنه مكان تحس زرع فجأة مكان ماء فجأة مكان صخري جبال فجأة مكان يعني هذا التنوع بنفس الانفايرومنت أنا وايد عجبني عكس الأول الأول زحفان إيه والفاست رفل ما لا حلو اللعبة في آيتم تأخذ فاست رفل تصرفه تدفع عليه فلوس أنزين هذا إذا أنت واقف أي مكان باللعبة تحرق واحد من الفاست رفل تروح حق أقرب كامفاير أو بونفاير أنزين أو مو أقرب تنقي أي بونفاير بالخريطة وتروح تطير له إذا أنت مبطلة ولكن إذا أنت وقفت على بونفاير وتريد تروح بونفاير ثاني بلاش أوكي هذا شيء وايد زين وايد صنعه وايد أحسن اللعبة تستاهل ولا لا اللعبة مبدئيا تستاهل لعبة حلوة والآن صار شيء حدث بالقصة شدني أبي عرف شنو راح يصير بالنهاية كل اللي خلصوها اللي مشوا بس بالقصة طبعا أنا ماشا حتى سيد كوستاد قاعد أشطب عليها أنا الحين فما قاعد أخلي أنا عجبتك اللعبة شدتني فيها عيوب قاعد تشرب على تجرتي بس حلوة اللعبة مو اللي عندي هي ايكونيك لا إلى حد الآن ما وصبت ما أدري إذا يبصير شيء بالقصة يخليها ايكونيك ما أدري بس كل اللي اللعبوا الستوري لايم يقولون اللعبة أحلى من الأول بغايد فأنا بشوف بس ألو ما حسيت أنه هي ماشية عن نفس الفورميلة بالت الأوبن وورد يعني ما قدمت شيء يديد بالأوبن وورد شنو يقدم أنا ما نفهم شنو يبي يقدم لك شنو يبي يقدم لي غير الستوري لين ايه هذا هو لا يعني شوفي ألعاب أحس أنه تحاول تسوي شيء يديد بالألعاب الأوبن وورد يعني مثلا إذا بيقول قوسف سوشيما أعطتك هاي الكمبات بطريقة عميقة مثلا فأول مرة تستكشف أنه في لعبة الأوبن وورد عندها الكمبات تكون ديب حلو عندك مثلا تردد الرسم الخيالي العالم والبيئة والتنوع البيئات يعني أردد ما لا أدعي أتكلم عنها فأهني أتكلم عن هورايزن هورايزن 2 شنو سوى تحييديد ولا هو بس تحسين على القديم هو شوف أبغريد واضح على القديم ليش الأوبن وورد ما لا صار فيه وائد أشياء تقدر تسوي فيها قلت لك غير المهمات فيه سايد كوست وفيه شورت كوست فيه اثنين نوعين فيه شورت وفيه سايد وفيه أشياء اللي هي المشينات حق التجار مثلا ما لوت السكراب وما سكراب وعذا لستة أشياء تسويها يعطيك أبغريد معين هذا بروحها ل لستة أو منيو خاص فيه بكوستاتها غير الكوستات ولوت الأماكن الأيشنت الأثرية غير أنه والله الأماكن المعارك غير أنه والله تصفي مع المعسكرات هذي خلنقول مع القبائل اللي لازم تقضي عليهم هذي بروحها لستة معينة ففيه تنوع وائد بأنواع الكوستات غير اللي تكشافه زائد أنه عادي عادي أنا الآن بدش والله فيه جبل الجبل هذي عادي تصعد فوق تحصل آيتم نادر آيتم وتستفيد منه كليكتبل يعني أنت زي بستطلول يعني الكوستات تتكلم عنها مثلا طريقتهم وحدة نمطهم واحد ولا كل واحد بختلف لأن مثلا لو تلعب على أوبي سوفت يخي كن الكوستات مثل مثل بوغ مثل مثل أساسي كريد بوغ اقتل ما دي شنو ويعيد اللوب مرة ثانية مثلا هذا بأساسي لا هنا قصص صغيرة جانبية مثلا والله قصة عن واحدة والله دائما ما تحب أن يعيين من المنطقة اللي فلانية بعدين فجأة لا تلقى واحد يحتاج بساعدة بعدين لا شي ثاني إنه والله فيه غزو قاعد يصير من مكان معين نزيد فالتنوع بالسايد كوست وائد حلو ولا سايد كوست نفس الثاني إلى حد الآن نزيد فهذا الشيء وايد شدني فهذا الشيء أنا وايد عجبني باللعبة لأنه لو فيه تكرار بالسايد كوستات شاء ما كملت بالسايد كوست صعوبتها حلوة بعد اللعبة صعوبتها زينة أنا قاعد ألعبها نورمال الصعوبة مالتها وايد زينة راح تفلس فيه بعض الأحيان تنوع الأسلحة فيها وايد الأبغريد إذا أنت من النوع تمشي وما تلقط تمشي وما تلقط ترى الأبغريد بالنسبة لك راح يكون صعب حتى لو لقيت راكون واللذيب واللخنزير عزكم الله ذبحو أي item تأخذون يفيدكم إذا ما فاتكم أصلخ أصلخ طلع الpoints منه يس إلا أن يمكن شيء يفيدك بالسلاح أبغريد سلاح أو أبغريد سوت بدلة أو أبغريد جنطة أو أبغريد حق ذخيرة نزيل هذه الأشياء يمكن ما تحصل يعني عادي ذيب يسوي لك أبغريد جنطة الخنزير لا والله يسوي لك أبغريد جنطة ثانية حق سلاح معين تنوع الأسلحة فيها أذكرها من الجزء الأول موجودة من الجزء الأول ايه وفي أسلحة يعني مثلاً النباطة الحين غير التراب واير غير أنه والله البومب اللي أنت تحذفها غير أنه الحين فيه رمح تحذفها ينفجر تحذفها نفس الجافلين تحذفها ويلصق فيه وبعدها تفجرها عادي الحين فيه أبغريد مثلاً أسهم طقها يصير نفس كأنها قبلها موقوتة بس مو موقوتة إذا طقيتم اللي ينفجر وهو مثلاً على سبيل المثال ففيه كومبونيشن وايد حلو فيس اللعبة هي عن أولها متطورة التنوع الديفرسيتي فيها بأنواع التلفل وايد لدرجة أنه ما ديش اللفل ما ديش اللي ما أحتاجه يعني أحتاج هذا ولا هذا بس لا على أقل سولك واحد سهم بويزن سهم اللي هو خنقل الدقيق اللي هو هذا اللي يفترق الأدرع بقوة سهم عادي سهم نار والله أبي تراب نار تراب ماي تراب كهرباء تراب بويزن الشغلات القوية اللي موجودة بالجزء الأول اللي أنا قلت أنا الهوشات الرينج مالوتها وايد حلوين يس الليل حين حلو والميلي خلى الرينج أحلى الميلي خلى الرينج أحلى لأن الميلي كان تعيس بالجزء الأول إذا نطلق للتبعات حسن اللعبة صعبة يس أنا كنت أقول لك صعوبتها حلوة صعوبتها تفلسك يعني صعبة تموت عادي حيل حيل عادي قلت لك فيه نوعين فيه النبتة اللي تهيل أوفر تايم اللي تأخذها وتوشي وتكمل وفيه البوشة البوشة هذي يغثك لازم أن تتوخر عن الأنمي وتأخذ مكانك وتهيل وعادي نبتة أحسن شيء إيه بس النبتة حديك تشيل عشرة بس الباجب أوجود وين بالجست فإذا خلصوا عندك الآن ما تقدر تأخذ الباجب صح آآآآآآآآآآآآآآآ فلاازم اجرد برة ثانية وهذاف فإنت كل فايت عشان شيدي عشان جدي لازم تروح تلوي بالتالنتري وما من البوشرين عليك أن تشيل فتثيره نظرك στο ثلاثه Kick اما مماذا عن المثال عرفت؟ وهكذا الػيان حتي في لبس وايد راح يفيدك ان بالصفح له يصير أقل اه اللي تحتاج عشان تصرفه يعني شى في لبس IL نعم سجل ألبس الجزء الأول لحس كلهم كانوا منهم فايدة وخلصك وفي سلاح يعني مثلا بأول لعبة عليها في منك وستمشى من نقطة اي لنقطة بي بس في طريجين بالخريطة عادي تأخذ أي واحد تروح تدري إذا رحت بواحد مرة ديت في سلاح ما تأخذه تلقى عند واحد محكور بين وحوش إذا انقذته يعطيك سلاح نعم حركات سوشيمة نعم فأي أقول لك هذا الشي اللي ثلاني أوكي أنا بيت استكشف المكان غير إن الغوص ترى اللي فيها ترى الألمنت الغوص اللي باللعبة وايد مضوط وايد عجب لي وايد مضوط عادي أنت لأن بس الأكسجين رح يلعب عليك هو سلفة الأكسجين اللي باللعبة رح تغثك حيل لأن الأكسجين بسرعة يخلص يمكن في أفغريد حق البدلات ماي أو شيء شذي بس إيه اللوت فيها شيء غث وانت تلوت اللوت مثلث قبل لما تركب المونت تمشي وتطيق مثلث تلوت الأكل اللي ماكو الحين لأ وانت قاعد تركض بلوت هذا اللي موجود المونت يوقف وانت تشند استاخذه ليش؟ عرفت هذا هني قلت أحميس واني أركب مونتي إذا أنا بامشي بلق قلت خلص خلا يكمن مشي على الريول لأن حتى المشي على الريول قاعد كل آيتم أوقف وخمط هذا قد يقتني هل أنت هل أنت راح تحتاج تمشي وتلقط كل شيء؟ حسن ألا؟ كافي كافي أن تحتاج الأخصان عشان الأسم تسوي الأسم العادية بس الغصم هذا الخشب بس مع كل اللقطة يعطيك مثلا ثمسة على سبيل المثال عرفت؟ فأنت تقول عن الحسافة لك قط وماكسمو تشيل وياك 200 بالجنطة الباجت قطة أين؟ بالجست أوكي أنا فايت استنزف مني 100 أكيد ما راح أروح للمكان الثاني وما أدى إذا فيه بوس ولا لا طبعا بيدوي أنا وصلت ثاني بوس رسمي باللعبة البوس فايت بوس يغث بس حلو يغث ليش؟ لأنه مو بس أنت بروح تباري هذا الثاني بوس أنا وصل له عادي مليون ألف موب موجود وكل موب يقول لك الزود عندي وشنو؟ وياك شخصيات تنقدم يهمي عادل ما قالوا نحن من بنية طبعا نستانست طلع لا يا ريتم ما يو لأنه شمع ينطقون يا فاهمة طعتهم يا رحك مالاته ليش؟ لأنه يموتون وإذا فيه عداد إذا ما أنقذتم يموتون ما يصير يموتون او اوكي فأنت تجابلهم ولا تجابل المفيض ولا تجابل البوس اللي هو قعد يغثك من بعيد ن Frog يص فا...ر mlơ сторон روح واخذوها حلوة أولا why it was chicken بس الله يسترمنقصة مبدئين فيها شيget كان Gabe så وهذا لا تقلق بس ليصريا مو آيقونية اللعبة بس حلوة ممتعة حلوة ممتعة حسنا وحسنا ترى حسبنا حسابها والله من أغبر مصجومة ذولة؟ عربت لليصير الشعر الما يبين على الجسد فاهمك فاهمك بس اللحظ إنه موجود شوفه على خد انسان ليش على الخد ليش مو بالإيد مثلا فيه لبس عادي إدراك مبين يعني ليش بالخد يعني بس شوف يعني أنا بالنسبة لي تبريد لسلك ديزاين حلو يعني ما في شي ديزاين وايت حلو اعجبني ديزاين ديزاين أنا أتكلم عن ديزاين حتى هذه تفاصيلة صغيرة جزء من ديزاين بس وانت قاعد تلعب مثلا هذا الشعر النعم هذا السمونة هذا ما راح يبين بس هو بعد بالفوتو مود حاجي حتى بالفوتو مود هذا المزوم مثلا وبعدين هذا الطبيعي يعني ماكو شي هو قال يورونك انه هم يخلون هذي شخصيتها شم مشكلة يعني هذي شخصيتها هلوي 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 أنا بس قاعد طنز على التويتر الغبية اللي يبط موضوع هذا هل أنا قاعد تكلم يعني في واي الناس تنتقدون مثلا ديزاين بشكل عام هلوي هلوي المربع ماذا شنو وانا قاعد شوفها وقت تلعب بلاكس ديزاينها حلو شوف ديزاينها بلاكس وايت راكب على العالم ديزاينها مو مبالغ في من ناحية من ناحية من ناحية يعني هي كشخص يعني مو ديزاين المبالغ فيه اللي احنا متعودين نشوفها بال بالفيديو جيمز حتى مثلا السوبر هيرو حتى ب هورايزن الأول يعني ماكو فرق كبير حتى ب هورايزن الأول ما كان مبالغ ديزاينها الطبيعي نحن نقول الحين هذا الثاني يمكن بس الويه شوي تفاصيلها تغيرت بس هي نفسها يعني كل شباح ساتب فورك خصوصا لو انت قاعد فيها بشكل عام ديزاينها عاجبني انا شوف زين ما في شيء قاعد اقولك الديزاين مالها ما في شيء بالعكس حلو شخصيته اسم ايه انا متعبط جبدي لما اتكلم وكلامه مسموع لما اتسر نفسها ايه هذا في شيء عب اللعبة لا لا اللعبة هذي انا اضطريت اقصر صوت الافكتات وصوت الموسيقى علشان اقدر اسمع صوت الحوارات نرفع صوت الحوارات الحوارات فل كلها فل لازم تقصر الموسيقى والمؤثرات لان في قرية انا دشيتها في قرية يغنون يغنونه هم اتشاذي صدقلي والله بنص الحوار ما قاعد اسمع قاعد اسمع الغنية اللي قاعد يغنونها قاعد يقول لحظة اوكي اعدادات قصر الصوت الحين صادكم مبين يالله صادفوا الحين المكسنج شوي يعني كان محتاط شغل يعني انا في شيء ثاني بوط يبدي لو تلاحظ وقت الكاتسين اذا كان فيه كاتسين شفت اشتاني سيكون كات بين لقطة و لقطة ايه التك بعدين هني ايوه ايه عندهم مشكلة بالاخراج لما يصوي مثلاً كاتسين ايه اولا بصول حوارات وقت الكاتسين اللقطة الترانزيشن ذي يصير بين اللقطة الاولى و الثانية ما فيه الترانزيشن بس شغلات بسيطة بس يعني حرام يعني الشغلات اللي اننا ما اشتغلوا عليها ما اذكر كامبتج الاول شري لا موجود بالأول انا ليش قلت لك اختصار كرامي هذا كله الـ QA تيم ما لهم لازم يصير لأبغريد احس ان الـ QA ما لهم سموك تستم سوين عرفت شري بس يلا اوكي اللعبة شغالة اوكي تقدر تضيق تقدر هذا يلا اوكي يلا بس ما في تكنيكل تستنج سوى حيل اوفر، ما عطاني احساس ان فيه تكنيكل اوفر تست جيم بوتس يلا اوكي اوكي اللعبة شغالة تقدر تطيق توصل البوس الاخير فهم 0-100 اوكي يلا ابروفت لعضا الفصام قال نقطع هذا الفواصل تقدر تضيفه بالعدادات اي فواصل شون ما يصير اي فواصل شنو قصده فواصل شنو اه اختياص عبر مخصصة في العدادات تقدر تتحكم باشئة كثيرة تغير طريقة العب يعني الظهر الدفكلتة تقدر تنقي اوبشنس بالدفكلتة نفسها لا اخر تعليق هذا الفواصل تقدر تضيفه بالعدادات تاخذ اللوت؟ فواصل لا ما ادري خيار التحميل السريع يلغي الفواصل اه اوكي الترى بالطبع اللوتنق مالها منتازح لا ما في لودنق شبه ما فيه لاحظة شنو خيار التحميل السريع في في فاست لودنق شنو شنو ما يمرس ما فيه ما ادري انا يا ريت والله لو تكتب لنا انا ودي اتجربها يمكن انا شي طافني لان انا صج اذكرني باللودنق ترى رمالها وائد سريع ما ما يذكرني اصلا ان فيه لودنق ما يمدي انا اقرر المعلوم اصلا ترى هو يقول لك خالص عرفت ما يمدي يطلع لودنق خالص فهذا شي ينحسب يعني وائد زين بس قاعد اقول لك تناوي خلصها انا ناوي خلصها خلص يعني حطي خبالي انا بخلصها زائد فجأة اليوم قاعد العب هي اروان وارتو يطقون فجأة الشخصية ما تطق الحين توني توني من قبل هذا ما تطق ميلي قاعد اقول يمكن السوت اليديد اللبسته كان لبس السوت القديم ما تطق اذا لا يمكن الجويستيك خربان قلت وانا ترى انا الوحيد اللي ألعب اللعبة وما ألعب ولا لعبة تحتاج ان اطاك تك فيهم حيلا اجرب يعني النبلة او السهم لا والله الاروان تشتغل والارتو تشتغل نزليش بطق ميلي ترى عادي قلتش حاشني وانا ناوي ناوي اسوي الستارت واشوف هلت المشكلة ولا لا الامثل انا مسميه يس فا اوكي انا اططق شباب الجاد قلت يقوم معلومات حلوة ماذا؟ نقول لك نفس سبايدرمان تقدر تحط بالعدادات انه يصير فيه لودنج علشان تشوف الـ و الـ لا اهني الـ لا اهني الـ ما يطوف ينتقل لا لا اوه 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 في ناس يمكن تبتتشوف تبتشوف تبتشوف فتقدر تحط بالعدادات اني انا بحيان السبحة انا اقدر اشوفها انا اقدر اشوفها يطلع الـ ويقول خلاص انا ردي طق اكس عشان نبلش لا الظاهر باللود بالاوبشنس تقدر انك تشيل هالشي هاده ان دارك دخلك علي اللعبه اي ممكن مثلا اي ممكن فيش تشديه يس ثانكيو يا شباب اللي قاعد يتابعوني باللايب ما ننحن نمشي منكم والله اه العموم ما بي ازيد زيادة باللعبه يمكن في كلام اكثر اكثر اذا تخطيته ان شاء الله خلال هالسبوع انا حاول اخلصها لأنه عندي زحمة ألعاب وغير أنه في ألد الرينج أنا خلاص قررت أن كل الناس يقولون هذي أفضل مدخل حق الناس أنه يلعبون سولز أنا ودي أسباح الكلام منك لأننا راح نسولف عن ألد الرينج زائد أنه فيه تريانجل ستراتيجي بالويكند هذا حصرية السويتش الحين أو حصرية حصرية صح أنزل؟ هالويكند نني؟ يس يس زحمة بيشو زعل صح بيشو صح بيشو؟ أنا أعرف أنه يقريبا أصح هذا الديمو منه اللي تكمل صح؟ ايه يكمل معنا بليس هارك ايه بس أنا بتأكد أنه تريانجل ستراتيجي راح تنزل هالأسبوع ايه أكيد المتأكد المتشيق شي متشيق شي متشيق شي متشيق ايه والله ايه والله 4-3 تنزل حاليا محدش تريانجل ستراتيجي مع أني أنا ميت عليها بس مو وقتها كلش يعني مزاجي اللي حن مو استراتيجي حط أولوياتك يس أنا أخلص هذه سحبت على هرايزن عشان الدرينج أنا سحبت على كينغ فايتر وأنا ربع تأني بضمير أنا قلت مرح ألعب كينغ فايتر لأن إذا بلشت يمكن راح تاخذ وقتي بالبدايات بس أبي أخلص هرايزن وبي أدش أبي أشوف ريحة الدرينج بشوف إذا أقدر أمشي فيها ولا لا لأن العلم ولا لعبة سولز أنا أتخلص بعدين أشوف يمكن قفاتر يأتراينج الستراتيج عبني إذا نشوف علشان تشدي خلننتقل حق المحور الآخر المحور الآخر يقول يا محبوظ السلام عند علي علي ما في جعبتك ها شنو تقدري أن ألدر رينج لا يحين ما بلشتها أنا ضايق خلق إن لا يحين ما بلشتها هدفك حيال ستاسفك تبتلعبها مولتي بير صح؟ ويكند لا لا ويكند ش أسمونا ويكند وفرة والسبت وش كان عندي السبت كان عندي شي السبت واليوم توني قال يا لك حسنا لا كان يوم كان يوم لمعنى خلاص خلص اليوم خلص خلص هذا ودش إلدر 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 أه 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 أعلىوي المبشر أعلى الآن لعبة ألعاب ألعاب سولز منها الحين يعني عشان ألخص الكلام كثير ما يقدر اللي يحب لعبة سولز أوكي أمورها بالسالم اللي من أول ما يحب لعاب سولز ما أظن أنها اللعبة تناسبة ما أظن لعبة بشكل عام معتمدة بشكل كبير على الصعوبة على المعلومات المبهمة على العالم الغامض وانت اللي تفكت شطة لاصم هذي مثل ما نحن متعودين بالعاب السوز بشكل عام اليديد في هاللعبة أنه بيجربون شغلة يديدة هي مو يديدة على العالم العاب لكن هي يديدة بالنسبة عن فرونف سوفتفر أنه بيحطون هالفورمولا على لعبة أوبن وورد وكيف مدرد بيحطني حانت صعوبة سولتز لأن عقابة مو وخيم نفس الأجزاء اللي طافت ما أدري علاوي تقدر عقابة مو.. عقابة.. لا والله عقابة وخيم بلى عقابة وخيم نفس الشي لكن الفرق إنه.. ما أقولك إذا أنت من.. يعني.. السولتز اللي يغف فيها أنك أنت راح تموت وتموت 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 لا ما تتعلم هذي الفورمولة ما قلت هذي الفورمولة إهلية مثل ما هي ما اختلفت فالناس اللي تطفر من الموت لا تلعبوا اللعبة لأنك راح تموت لأنك راح تضيع لأنك راح تتشتت لكن هذي حلاوة اللعبة إنك تموت ومع كل موت أنت تتعلم إيش تحاول تشوف شوني سويتها غلط هذا سر نجاح دارك سولز أو ألعاب سولز بشكل عام إنها لذتها بصعوبتها بس في واحد ناس خصوصاً اللي طلعوا ديماند إنه يكون في صعوبات بلعبة سولز وهذا يعني الشي مو موجود بلد الرنك اللي ناس اللي تبدو على أي نوع من الصعوبة فعشان شي ذي يقع يقول الناس اللي من قبل عندهم مشكلة بصعوبات سولز من ناحية إنه ما يستحملون الموتات اللي ورا بعض وإنه يطولون على ما يتعلمون ترى هالشي هذا موجود فعشان شي ذي ما يناسبهم بس الناس اللي عندهم بتقبل على الفكرة أوكي جربوا اللعبة فهذا بس ما قلت يقولها من البداية قبل أن ندش باللعبة فاللعبة مثل ما قلنا هي لعبة سولز لكن بيجربونا بيحطونا فورميلة اللي هي فورميلة العالم المفتوح أنا ما شفت ولا شي عن اللعبة اللهم يمكن الأناوسمنت وجزب تريلر واحد شي شي لأنه خلاص كنت بلعب اللعبة فما عندي أي فكرة شنو محتوى اللعبة بيكون كنت أدر إنه في حصان وعنده الدبل جمب بس هذا اللي أدر عن اللعبة فما أدري شنو الكلاسات ما أدري شنو الحاجة كنت رايح توتال بلاكاوت فلما دشيت باللعبة كنت حاط ببالي أني أنا بلعب لعبة سولز بطريقة مختلفة أو بطريقة عالم مفتوح بس ما كنت حاط ببالي أني بلعب لعبة رهيبة بلعب لعبة حاط ببالي أني راح تتطلع اللعبة حلوة لعبة سولز لكن إن صدمت إنه الطريق اللي يمسوين فيها عالم الأوبن وورد يعني كلمة مبهرة شوية شلون مبهرة أكثر شي غفني أنا بلعاب الأوبن وورد بشكل عام وهم يغفني يعني بس هو خلاص وصلت مرحلة إنه قام يغفني إنه هو تمبلت واحدة قاعد يمشون عليها كل الألعاب كوستات معينة ديزاينات معينة من الأوبن وورد تروح A بعدين تروح B بعدين تسوي C شخصيات مالها داعي تروح تتكلمهم أي عالم أوبن وورد هذي الشغلات تبيزة فيها غوسب سوشيما نرجع على ردد مثلا حطت لك الواقعية بالعالم والعالم نفسه شلون كل زاوية ممكن يكون فيه أو يكون فيه شخصيات أو القصة نفسها قصة لعبة أوبن وورد تكون حلوة وهذا شيء مو سهل إنك تلقى أوبن وورد قصتها حلوة نرجع حق لعبة مثلا ما تشوف أساسب سكريد مثلا تعتمد على النمط معين على عالم معين عالم اليوناني عالم المصري فكل لعبة أوبن وورد عندها شيء معين بس لما تشوف ألد الرينك وتشوف إنه قاعدين يعني قاعد تقدم شيء مختلف عن كل هالألعاب هذي أنت لعب لعبة لعبة ماله مالها كومبت قاعدون فيه فلا لدى يتكلم عن ماله اللي لاعب لعبة ماله فيمكن هذا شيء من أهم الأشياء اللي تخلي لعبة سول سولز اللي هو الكمبت اللي تتمييز فيه أنت كنت تتكلم عن عالم أنت عارفيا ما تدري شالي قاعد يصير ولا حد راح يعلمك شالي قاعد يصير أي كرا في شيئك نوصل لكم مية ها؟ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر فيقول نانسي قنقر 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 موسيقى موسيقى دراك موسيقى 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 مصمم حق سولز إذا تشيل الكمبات ما سكر وتحطه بسولز راح تخسره باللعبة ما راح تكون لعبتها كان سلاش أكثر ما تكون لعبة سولز جزء من سولز جزء من دي انا سولز الحركة المحسوبة البطيئة السبايسينج الفوتسيز هذي جزء من لعبة سولز في تطوير على الكمبات يعني في يعني ما هي درسة حصوصة لا 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 في تطوير من ناحية شنو اللي أنا لاحظته مثلا قاعد شوف يعني قلت لك الهوشة ووير مونتد هذا بروحها شيء يديد ما كان موجود بأي شيء وطلع حلو وضاف يعني خصوصا لما تهاوش بسكيل معين راح تكتشف متعدة بزيادة فأنا هالشي هذا يعني ما كتحاسب حسابي ولكن تدري عنه فتفاجأت منه الشيء الثاني أنه عندك أنت لاحظت فيه تطوير بالميجز بالذات حركة الميجز أنا مو ميج أنا كنت قاعد ألعب شوي ميلي بيلد لكن باريت ميجز بلعاب سوز بشكل عام ممكن يطلع لك نبي سي باريت ميج اللي هو يكون ستايل ستايل بلاير مثل انبايدر فأنتظر أن هذا يكون لعب الهيومن بها الطريقة ممكن يكون وكان ميج انصدمت أنه الميج ممكن يلعب شذي ففي اختلاف سوز 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 انطبيل سوف أختلاف سوز سوي ستايل سوز سوز مهات حيات مهات لما تبقى ستذه تبدأ ستبقى فانت به الستاتس هذا تعتبر Stealth ولما تدش بالحشيش يعطيكها من Stealth Buff زيادة في أسلحة ممكن تطلع قوتها بشكل أفضل الحين نفس الدقر الدقر أقوى ملتبلاير من أول أقوى ملتبلاير حق الباكستاب فالحين مع اللعب اليديد وعالم المفتوح في أتصور أنا راح يطلع مثلا دول ويلد دقر البيلد راح يكون وايد أحسن يعني قبل كان شيء مو لجيت بس حق الناس اللي شوية عندهم ممكن يستنسون فيه بس كبداية ممكن ما أنصح فيه الحين ممكن أنصح بالبداية أنه روح لعب باندت واجرب دول ويلد دقر لأنه ممكن يفيدك به اللعبة لأنها مفتوحة أكثر تقريب تتحرك في عندك جانسك بأسهل ذك تسوي باكستاب تبراك شخص على شنو علوي أنا حاليا رايح وفي أسلحة قبل كنت أعتبرها ضعيفة ما منها فايدة نفسي سايف أنا ما أذكر فيه جزلات في سايف يمكن اللهم يمكن دارك سوز لعتب سايف كان معقول سايف مواجدتي؟ أو دكس بلد؟ هذا اللي أنا كنت أحسابه أذكر أنا كان دكس ما كان سايف سايف هذا اللي أنا أذكره هنا حطينا سايف وفوق هذا سلاح وائزين ففي تغيير بالأسلحة وطبع فيه أسلحة وائد فيه ماجيكات وائد فيه ميكانيزم يديدة صحة الحين أنت كل سلاح في عنده سميشل بيليتي سميشل بوتن اللي هو السكيل بوتن تقدر تسوي كاستمايز حق السكيل هذا بحيث أنك تقدر تركب السكيل معين لقيته بالعالم تركب على سلاحك واو ويروح عليك ويروح عليك نعم الأسلحة اللي خذيته يروح عليك يروح يعني كان نجم تكسرها كان نجم تكسرها عشان تسوي الحركة اللي فلانية وبس راحت عليك لا 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 يعني تاخذ السكيل هذا وتركب على الدقر فخلاص الدقر هذا رح يطلع فيها السكيل يعني باتشر اللي قيت أنت سلاح ثاني لا تقوم بسرعة ويطلع فيها السكيل بالوقت الحالي بالوقت الحالي بالوقت الحالي طبعاً من الألعاب من الألعاب من الألعاب تحديث في أفضل انك تقدر تسوي تحديث السكيل آآ اوكي ما أعرف ما هو السكيل بطلع تكون مثلاً دول ويلد و تضغط ألتو آآ بس بالدول ويلد لا لا وقعت نتي بشكل عام نعم نعم مثلاً إذا أنت مثلاً على سلاح الإيدك ليمين ما تقوم بسرعة لازم تكون على دول هانت وإذا كنت أنت ماسك بإيدك ليسار للشيلد الباري هو السكيل مالك فهو يعتبد على السلاح نفسه آآ يعني دائماً لازم تكون على إيد الإيسار يعني إيد الإيسار هو اللي يكون في هالسكيل بس يعني إذا كان سلاحك بإيدك ليسار آآ ما أنا متأكد يعني بيد واحدة الشاي لسلاح إذا كان سورد ما أنا متأكد إذا رح يطلع وإياك السكيل ففي أسلحة يعني من أول من سورد في بعضهم لازم يكونون دول ويلد في أسلحة مثلاً المشتة إذا أنت باوتوماتيك رح تمسك 2 داقة مثلاً أو 2 مشتة بيدين فرح يطلع أوتوماتيك وإياك إنه 2 السكيل فهو يعتمد أكثر على السلاح بس مادة الشيء تبتفاصيل أكثر للأمانة يعني 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 نحي نجرب ونشوف مادة الشيء فهذا الموضوع على السكيل أنك تشيله وتركبه هذا شيء يديد و بس بطلت شبدي عندي مثلاً ضبحت بوس طلع علي السكيل فالسكيل هذا متحسف إنه استخدام على السلاح وما أدري إذا السلاح سيكمل فيه أو لا يعني عادي يطلع لي باتر السلاح أحسن منه زيش يسوي بالسكيل هذة اللي قطيته خلاص رح يروح علي ما أدري نزيل فيه فيه أوتوسيف العاب سولز فيه لا 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 ما فهمت إليه يعني مثلاً طاح لك السكيل إذن ودك تجرب السكيل وتشوف عجبك ولا ما عجبك إذا ما عجبك تسوي اي شيء تسوي يتخزن لا من اوه اي شيء تسوي ايتم لقيته تخزن بسمونا سكيل أو سلاح لقيته أربور لقيته تخزن خلاص ما رح تقلس ماك ماك مثلاً بالمنو بريفيو حق السكيلات لا مثلاً هذا الويندو اللي يوريك شكل موفي صغير شكل لا لا يعطونك يعني في شيء لقيته بالعالم فلقيت خريطة فالخريطة هاد بحاول أشوف أنه وين قد أتوجهني ترول قصة الله العظيم حطيلك صورة هالكبر صورة صغيرة هالكبر آه في ميتم بوينة هنية وين هني وين الكبرون الخريطة خلق أشوف لا بس فيه اكس وفيه قصر روح تدور يعني لا يزوب لا يتشوف بس تدين انه فيه اكس وفيه قصر اي شي ثاني؟ الله وياك انت شو تسوي انت تحط تحط اللعبة 4K بعد انتاخذ سكرينشوت بعد انتاخذها بويندوز وتزوب الاسلات سنبكس لها بس ما توقع على الخريطة بكشوفها كلها من البداية يعني يمكن هذا قصر شي لجد وهو اذا طاح عليه بالاساس اوكي نقطة حلوة وانت قاعد تمشي اوكي انت قاعد تستكشف المكان بس ما قاعد تتعب مالك الخريطة علشان تتعب الخريطة لازم تلقى الخريطة فانت كل منطقة تمشي فيها راح تلقى لازم تدور وما تدري وين لازم تدور الخريطة مالة الزون هذا اللي يعني فنشلك بس جزء معي من الخريطة الكبيرة وجزء يكون صغير يعني ما يكون جزء كبير فكل زون تروح له تحاول تدور خريطة وما يكون المكان واضح ما يكون المكان سهل جدامك الله تعالى اخذه قز دور وشوف عاد عادي يكون بوس قاعد يحمي عادي يكونون عشرين الف موب قاعد يحمي طبعا هني عادي إذا راح تلقى يعني لا تستهزم بأي وحش هذا اللي قيت اثنينة ثلاثة سلاتيحين بعض عادي هذول يزواحدون عليك في ذبحونك جدا جدا عادي فمضب سولزكير فتوقع بتكلمت عليها وايد يعني بالاخير لعبة جدا ممتازة وحلوة فتوقع طبعا تولية يعني ايو الله حلوة بس فيها عيوب وايد بس خلا اقول الحق العيوب العيوب ها اكثر شي بالجانب التقني مو جانب القيم بلاي الجانب التقني اللي يسيج ان فيها مشكل مشاكل فريم دروبس ايو الاستاتر يعني امواصفات بي سي انا وايد زينا يعني ثيرتي ايتي وتشذي لكن مع هذا في مشكلة وايد كبيرة بالاستاتر كل ما تدخل زوني ديد كل ما تسوي شي يديد اول مرة تلعب اللعبة يحوشك المشكلة الاستاتر حق اللي مايعرف اللي هو يصير فيه مثل فريز حق اللعبة الثانية الجزء من الثانية بعد ان تريد تشتغل اللعبة اذا انت توقع تلعب اللعبة ممكن تشوف الشي هذا يتكرر شوية يعني بشي ملحوظ لكن وانت قعد تلعب يعني الحين نادر ما قمت اشوفها تصير لكن نادر يعني ممكن اذا بالسيشن اربع ساعات يمكن تحوشني مرة مرتين بس على اول مرة بلشت اللعبة لك هتحوشني بشكل مكرر واضح خصوصا بالزوني اللي بالبداية فايا مصممينها بطريقة اللعبة انت وانت قعدت تمشي ان يتحسن اداءها بس بشكل عام هذا ما يعني ما يشفع لهم ان يسوينا بهذه الطريقة هذية وللحين خصوصا في عادي حوشك ستاتر بوس والبوس بيذبحك فلازم تسوي إيفيد وما صار عندك الإيفيد لان اللعبة صار لها فريز بعدين تموت حرام صجعة مخشوق تصير بالضبط جدا تصير حيل حيل تصير عادي فالمشاكل التقنية صراحة مؤذية انشاء الله تنحل انا ناوي اخذ بلاي ستشن 5 هل تتوقع عن نفس المشاكل موجودة هناك ولا ما عندكم فكرة انا شوف انا سمعت كلام ما ادري صلحوليها يعني ترتيب النسخ يقولون يقولون ككونسل الاكس بوكس سيريس وايد افضل من البلاي ستشن هذا واحد ثاني شي يقولون افضل النسخ هي البي سي ما ادري الكلام صحيح ولا لا 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 علشان اوضل احسن يعني يعتمد شنو تعريف احسن نسخة احسن نسخة من ناحية تابعة الفرايم رايت هي نسخة البلاي سيشن 4 تلعبها على البلاي سيشن 5 الرسم الوحيدة لليلوك لكسكستي فرايم رزولوشن مقبول وادا جدا ممتاز البي سي من ناحية جودة الرسم هي افضل جودة لكن ايها لانه البي سيحنا متعاودي انه يكون يعني افضل من شذي مو يعني موضوع الاستاتر هذا شي مفروض ما يكون موجود يعني خصوصا اذا انت عندك كمبيوتر زين فاللي مخرب على البي سي هو موضوع الاستاتر مو موضوع الفرايم ريت الستاتر ألاوي أضحكك المستقبل اللعبة شوي غريب أنا لعبتها على البيسي عندي اللي بالبيت فيه 3090 وشي سمونا وAMD 3900XT حلو فريزن 3900XT فالستاترينج عندي لاحظته ببعض الأماكن بالأوبن وولد بس أنا أجن توني بداية اللعبة قطيت اللعبة على الوين ماكس ومال السنة اللي طافت زين تخيل اللعبة أوكي الفرايم ريت ما لها أقدر أكفر اللعبة على 30 فرايم وتكون سموذ بس ما فيها الستاترينج اللي أشوفه بالدستوبل عندي والحين والحين نسخة الستيم ديك أو أو مو نسخة الستيم ديك الحين شقالين على على باتش الفارف ديفلبرز ها اللي شقالين على بروتون الحين شقالين على أو نزلوا حين إكسبرمنت الفورك حق بروتون على الستيم ديك يشيل الستاترينج على إذا تبغي تلعب على الستيم ديك أهم شي بس بروفز إن اللعبة سكيليبل إنها تقدر تلعبها على وايد أنواع من الهاردوير بس الستيبل أكثر على اللور أند من تجربتي الشخصية وباللي أنا سمعت على اللي قاعي جربونها على استيم ديك حاليا عافتوا شون طبعا بفرايم ريت أقل من الكونسولز والبي سي هو شوف أنا هذي عارفه إن اللي قال عنها أغليه وإن ما لنسخ الجيل اللي طاف على الأجهزة اليديدة وايد أثبت وإن زين وايد أفضل لكن لو نقانن بس ملوت النيو جنريشن مع البي سي بس الثلاثة هذي شون الأفضل شوف المشكلة البلايستيشن في فلاكشويثين بين الفرايم ريت أدري لأنه لأنه لا يوجد VRR ففي ناس ممكن تأذب بهالم هذا بس فلاكشويثين اللي أنا أعرف أنه مو وايد يعني هو 50 إلى 60 فالمفروض أنه ما يكون في سكرين تيري وأنا ما شمعت أنه أحد تشكي من سكرين تيري الأكس بوكس ممكن يصبح دروب فريم لغاية 40 هذا اللي أنا عرفته لكن لأنه في VRR فالبرفورمانس ما لا يعتبر ممتاز مشكلة البلايستي الثانية أنه أبو جاسومي زاه الله خير ذكرنا فيها أنها DirectX 12 فا احتمال أصلا الموضوع الستاترينج اللي قاعد يصير لأن بسببت DirectX والله في ناس علاوي مو DirectX في ناس شاكين بالanti-cheat اللي حاطينا في طفوه 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 الanti-cheat ولا في موضوع الستاترينج فالفرق الحين بالموضوع أنه بشوف لا يوجد نسخة هالدرجة سيئة ممكن تحوش ككراش بس لا يوجد نسخة Cyberbank سايبر بانك سايبر مستحيل كل النسخ تلعب حتى نسخة البي سي أنا قاعد ألعبها موضوع سيئ لكن مو تلعب وعادي لكن مو اللي يعجبني يعني تكفر لعبة Open World لا يوجد Ultra Wide Support تكفر تكفون مو وإذا بحط Ultra Wide Support يسكون يبان يعني خلاص لا تخربون اللعب شذي يعني الشي حلو باللعبة وكان ممكن حيلا نستمتع فيها لكن إذا بحط رح يسكون يبان أسخف من شذي ما في مع هذا لعبة لعبة مو سيئة تقنية لهالدرجة بس لأن اللعبة عليها فوكس علامي اللي كل قاعد تكلم عنه فممكن يكون في مبالغات شوية بناحية الأداء شوف ستيم رفيوز يعني 40% 40% approval rating يعني كلهم يتحلطمون على موضوع الperformance فأعتقد فيه فعلا ناس وايد قاعد يعانون من الناحية هذه على نسخة البي سي بس الشي المبشر أنا من اللي شفته طبعا أنا لعبت سكر ومتأخر وايد يعني تقريبا سنة حسيتها شقالة بيرفكت يعني على البي سي فالظاهر نزلوا باتشات وعدلوا المشاكل أول أيامها أذكر نفس الشي صار بدارك سوز ثري وهم مشكلتهم ما عندهم تيم فهم بالاستخدام ما دير إش يعني ديزاينرز بروغرامرز كومبات ديزاينرز آرتست كل شي عندهم بس وقت الاستخدام تعابة تعابة فأتمكن يحلون هالمشاكل هذي عندهم بالمستقبل يعني مع كل هالفلوس وكل هالضجة اللي يسوونها عندهم بالستوديو والإكسبانشن اللي هما سووها من ناحية عدد الناس اللي عندهم بالستوديو يعني خلاص دو سمثن يعني 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 هما غطوا كل شي بس وقفوا الحين على موضوع البرفورمانس بشكل عامر هاشي ما يشفعلوهم يعني ما يشفعلوهم صحي يعني اوكي انت بدعت بكل شي عايزاني انتيبون اتطورون هالشي هذا وهالشي انتو عندكم مشكلة فيه من أيام ديمون سولز من الزمان من الزمان ايه ايه ماضي الله خلي دورانتي أنا بس عندي كم سؤال أنا أدري أنا غطيت راحت شوية ورديت بس عندي كم سؤال أول شي انت يليوي كم ساعة لعب تقريبا نحن هل صج البوستات به اللعبة دمجة أقل من العب سولز الثانية وعب على حسب انت وين شنو لابس لا يعني لو مثلا خنقول انت أنا فاهم فاهم بيشو بس شنو انه ممكن أنا أدري انه تطيق لأنه في بوستات يقولك عادي بحق من طاقة واحدة بالأجزال اللي طافت عادي طاقتين بحق بس انت لو نغير الجير اللي انت مناسب حقه مقارنة تنبي لعب سولز الثاني هذا كان سؤالي يعني ان إلا انت على المطلوب هذا هذا لا لأن الفرق هنا انت ما تدري انت وين انت ما تدري حق واللعبة بشكل عام ما تعتمد على لفلك تعتمد أكثر على غيرك فانت عادي لفلك واحد بس غيرك لقيت سلاح زين تقدر تقدر تطق فيه تقدر تقدر مطورة تقدر تروح تم حط البوس السولز بشكل عام يعني فيها الميكانيزم من أول فالبوسات لا في بوسات صعبين في بوس هذه الخشم خشم أم اليابتنا لوع تابدي والله العظيم يوم كامل يعني شوف منها 20 ساعة يمكن ثلاث ساعات بس على الكلب هذا وما قدرت تفوز علي إلا باليوم الثاني بعد ما خليت بريك ها اي والله يمكن ساعت ما قدرت عليه وضع تطفرني صحيح بعلو الرول الهن انفينسبل ها اي من اول اوكي او صحيح الاطاري انفينسبل بالديمو كان فيها مشكلة اللعبة ما ادري اذا لحين موجودة ولا لا النقزة كانت تقليش هنقص طيق هنقص طيق هنقص طيق هنقص طيق هنقص طيق لا تنطيق لا تنطيق لا يمكن بالنسخ اللي هي البيتا فيرجل لا بس هنقص طيق عادي بس على فكرة يعني ترا في طيقات تقدر تنقص فالنقزة هنقص تستخدمها بالكمبات وشوف صح النقزة هنا في بوس دشيت عليه وحتى موجود بالستريم قزرت عليه بالنقزة لانه قاعد استغل البلاتفورم فعشان لا يطقني انقص اروح صوبة ثاني عشان اختص البلاتفورم فهو يروح يدعم بالبلاتفورم بعد لازم ايه مرة ثاني يلف فانا انقص بعد فالنقزة بسوي حركات حيوة باللدى اوكي 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 فتخايف انه ممكن تخرب بس لا بحربت اقص طيق ونحاش ايه طيق ونحاش بس بعدين بعدين صادني اوه زين اوه في شغلة البونفاير هنه غيروا اسمها انت يبطاريها ايه هل من هل صحيح انه خنقول البونفاير باللعبة وايد اكثر من اي لعبة سولز قديمة اوه كخطوتين عادي ايه حيل حيل منتشر اهني ممكن اسألك الحين السؤال هل تحس انه هالشي سهل من اللعبة لا لا لعبة كبيرة ادري ادري لان عادة عادة اذا مت مسافة معينة اوه انا برد الحين البونفاير و بزحف حق المكان اللي طاحوا فيه السولز هني ما تحس انه حتى لو مت يعني احس ان الموت ما صر طعمها نفس اللي قبل يعني انه عرفت معاناة الردة للسولز ملوتك صارت مو معاناة لا يعتمد شوف على ما تكتشف البونفاير خصوصا في أمارك البونفاير ما يكون واضح هوي مكان في يكون مبهم فراح يحوش هكال متكرر شوف بعد يعني يمكن الناس اللي عندهم شوية في العاب سولز عندهم عندهم استعداد حق أي شيء عرش لماذا سألتك لأن مثلا الناس يقول لك لا أحب العاب سولز إذا ميت و لازم أزحف مرة ثانية لا تحس هذا دافع أنه يقول لأ موت عادي كرر عيش حاول روح شوف أحطي لك شيء ثاني هما أن مثلا لاحظت عندما تموت عند البوس عادة يكون في بونفاير عند البوس ويتمشي وعشان تدخل البوس ويكون في شم موب ممكن يؤذيك بالطريج يعني هذا موجود بسولز الآن أحطي لك مثل شكبوين سيستم شكبوين بس يعني وهو شكبوين عادي هالشكبوين يكون عند زون البوس فأنت إذا مت لا ترجع للبونفاير ترجع للشكبوين وبعدين تدخل على البوس هذا يشجعني أستمر مثلا مو شرط لأن الشكبوين لا تستطيع تنظيم فيه اي اوكي انت ترد على نفس لفل مالك بالضبط فأنت لا تستطيع ترد وتذبح وتفرم بعد تروح البونفاير عشان تنظيم نفسك مثلا لا لك محاولة مرة ثانية قريبة بدلا تزحف بس على نفس اللفل مالك بدون أي تبقى تبقى تروح يس وصلت عن الطريقة ممتازة أنزف سؤال الخير هذا السؤال بكتب من عبد المجيد الصراحة نشدني يقول لك ما تلاحظ أن مستوى الأعداء أو هل مستوى الأعداء باللعبة يحد وجهتك أين تروح بالخريطة لا كلش لا يقول لك كان فيه بوس حنجت عليه طلع لي مرة بالغلط قلت له يبي ذبحه ذبحته وذبحته فيه بوس ثاني هذا قلت لك كمل نفس الشي يوم كامل ثلاث ساعت ما قدرت ذبحه يوم اللي بعد يقدرت ذبحه فأولي يأتمنع الشخص لكنها لكنها يعني فيه بوس تحس أنه صعب يعني والله هذا يمكن يبيلي يبيلي سلاح أقوى وأنا ما عندي سلاح زين فأفرم وجيك ممكن أي ممكن يعني فأنا فأنا يرجع لك شيء يرجع لك أوكي أوكي بس مو شيء إجباري يعني أنه يحدك أنه يقول لا والله لا كلش لا زين أنا بالنسبة لي خلصت السئلة أنا تحمست ودي أنجلد شوي فيها بس خلأ خلصه رايزل أنا صح الكل لن أجربها ما توقع راح أخلصها بس راح عيش التجربة عيش تذكروا الكلمة هذه أنت الحين داشت باللعبة ما حديدش السالفة وهذا من النوادر يعني لو تذكرون بدايات الـ MMO وفاينالت داعش من أحلى من أحلى شغلات اللي فيها أنك أنت تدش بعالم ما حديدش السالفة فأنت تسأل بعض نسأل نبقي على بعض وانا سويت وان روح وانا يصار لك نفس الحدث هذا لا ما صار فكل واحد قاعد يمشي نفس الحدث على مستوى العالم ترى أحساس جيد حلو نعم أشوف أشوف مثلا أقرأت كومنتات ناس أقولك أنا خطرت بوسه ما أدري ما أدري مخطرة ما أدري ما أدري السالفة ما أدري السالفة والناس كلما قاعدت مصخر يقول يا ربي من هالبوس هذا كلما قاعدت مصخر عنده أثاني أنا ساحب عليه ولا أدري ولا أدري أنه وجود تعرف اللي أتعلم موجيك هالمرة لفيت الكون بعدين يأثله من هالبوس هذا شكل حوال والله شفت أن هذا ما أحط الأم كلها ممتعة ممتعة أي إضافة أخرى الدرنينج لعبوها بس إلا أنت ما تحبون سولز لا تحبون وندعوكم إلى بثوث علي وهو قاعد يملطش ويتملطش باللعبة بوث نعم 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 قناتنا وقناتكم في تويتش لوكي جن جيميرز نزين ننتقل حق آخر اللعبة عندنا لعبة توقع الحديث رح يكون ابتداء من يعقوب ألا وهي اللعبة المنتظرة لعشاق SNK ولعبة القتال المعروفة The King of Fighters 15 أأتي ما في جعبتك يا يعقوب قبل ما أتكلم عن King of Fighters 15 بس السريع السريع بتكلم عن عن لعبة اليوم لعبتها ويا يوسفو بصراحة ستمتني مزين ماريو 3D Land DLC مع Bowser's Fury باوزر إخوة والله إبداع 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 أنا ما لعبت DLC أيام الWiiU فهذا بالنسبة لي تجربة جديدة هي مو موجودة بالWiiU نزلت على الWiiU لا DLC Bowser's Fury ماكو مبسط على السويتش فقط لغير لحظة متأكد؟ يس يس DLC Bowser's Fury بس على السويتش أوكي أنا عبالي كانت نازل على الشسم يبي يخلون مرة ثانية في قيمة حق جزء 3D World يبي يخلون لقيمة عشان نتبع مرة ثانية كان يسوون معاها لعبة زيادة اللي هي Bowser's Fury اللي هي مني جيم أو مو مني جيم يعني لعبة صغيرة حق لعبة ماريو احكي رامك أنا أنا عبالي أنا عبالي إنها لأنها بندل فكان DLC توقعت إنها توقعت أوكي أوكي حقاً حقاً المبين حيل 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 إنها تسلب ببق على تشتران إنها إنها يسوون لعبة عالم مفتوح ماريو زين بس الطريقة اللي الطريقة البروغرشن فيها تونس عندك باوزر صاير في مثل Go أسود شدي حايشة و خلي يتحول شي جنو جزيلا يس صالف عن حامد فأنت الهدف إنك تنقذ باوزر وتساعد باوزر جونيور إن ينقذه فكانت حلوة التويست ولدي استغرب ليش قاعد نساعد باوزر نزيل إنته مو مفروض الطق لأني لازم ننقذه الحين فش نسمونا طريقته مائد حلوة ذكية شون سووا ماريو وتصميم عالم مفتوح ما توقعت راح يكون فن ويا قاعد أنا تقريبا أعتقد إنها ثلثة أرباع يعني قاعد يحكم عن الخريطة وشكت أنا بطلت فيها توقع أنا باقي لي ربع اللعبة وخلص ها يعني و كانت ديتور حلو عن اللعبة الأساسية ما توقعت هكذا جربوها والله لإخذ مائد لعب باوزر سوري ويد ويد اتونس أوكي حلو رجح كينغوفايترز كيو أف 15 آخر جز نزل آخر جز كان اللي قبله كان كينغوفايترز 40 اللي نزل قبل خمس سنوات ست سنوات خمس سنوات تقريبا لعبة فايت ثلاثة ضد ثلاثة تختار فريق من ثلاثة شخصيات ونظام راوندات أول شخصيات بارئ أول شخصيات تخسر أولا تدش الثانية تخسر الثانية تدش الثالثة ويعني هنم ما جرى آم شلو اللي غير بهالجزع عن الجزء اللي قبله طبعا الرسوم تحسنت وايد تغير الانجن حتى انتقلوا من الانجن اللي هما صدموا انتقلوا الانجن فتحسنت الرسوم نت كود ممتاز الساونتراك حلو في تعبوا على النواحي البرزنتيشن هنبعد وهمبعد تعبوا على نواحي الجيمبلاي الجيمبلاي راح يكون مشابه جدا حق 14 مع تغييرات مهمة بالسيستمز اللي لعب 14 راح يكون عنده بداية اللعبة يعني راح يكون عنده اختبره بشلون راح يكون شعور لعب من ناحية الجيمبلاي لأنها قريبة من 14 كأساسيات ولكن الاختلافات هني انه حطوا سيستم هو رده سيستم قديم اللي هو لأنك في حركات عادية وفي سوبرات وفي حركات العادية ممكن تقويها تصير إي أكس يعني تاخذ تصرف من الميتر مالك وتطلع حركة أقوى أقوى من الحركة العادية اللي أنت قاعد تسوونها يعني مثلا الباور ويف مالتيري بدلا ما تكون طاقة واحدة تصير مثلا ثلاث طاقات وتمشي واحدة بسرعة وتاخذ من السوبر ميتر اللي عندك نص نص ميتر نص سوبر غير واحد من اللعبة وغير واحد من اللعب الشخصيات القديمة اللي يمكن كانت تعتبر ضعيفة الحين صارت اللعبة بشكل مختلف حطوا ميكانيك يديد اسم شاتر سترايك إذا عندك ميتر تسوي ربع دور رج الدام ربع دور اللي ج الدام و هيفي بونش و هيفي كيك مع بعض راح تشوف الشخصي تطلع شاتر سترايك بتوقيت صح أنا راح عرض طقته وطقه ورح تخلي مثل ما تقول ثابت بمكانه بحيث أنا أقدر أكمل وراء عرف تشون تقريبا قريب من فوكس اتاك ستريت فايتر فور تقريبا ايه بس هني الفرق إنها تاخذ تاخذ ميتر وإذا حشت ترد لك نص الميتر وإنت صرفته عرفت شنون هذا ميكانيك لحي الناس قاعد تستكشفونه في لفوائد بره وداخل الكمبوات وإيه هاللعبة هذي بلبس غريب عجيب أحس إن كل الشخصيات قواية في شخصيات أقوى من ثانين من غير هذي الواضحين واضحين قواية ولكن حتى الشخصيات اللي كانت تعتبر ضعيفة أول تحس ها قوية وتقدر ويطلع منها يعني فهذه يخلي اللعبة فن يخليك تتشجع إنك تتجرب تجرب الشخصيات تشوف شنو عندها عرفت شن النت كود مو طبيعي وايد وايد حلو طبعا في مشاكل من ناحية الماتش ميكين إن تطول على ما تحصل ماتش هذه مشكلة أتوقع يعني مفروض بس لما تحصل ماتش ودش حتى لو تباري واحد بنقة فوق الـ 200 ام اس طالما الرولباك فريمز ثابت على اثنين او ثلاثة الـ الإكسبرينس وايد حلو وايد حلو طبعا نحنا بيننا وبين بعض نسوي انفايت نسوي روم دش يالله علي سوي انفايت حق عاد وسوي انفايت حق علي سوي وانفايت حق الشباب الـ connection وايد وايد زين وايد ستيبل تحس اوفلاين يعني النت كود وايد 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 ممتاز في اون لان تريلينج انا اذكر سويت بث ويا الشباب كان فهد وياي اف جي سي فهد من مشاهدينا متابعينا دش ويا اون لان 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 يالله اختار نت شخصية ونختار شخصية وخل نجرب نفس training mode بس online ونجرب على بعض يعني كانت تجربة حلوة اا انا شخصيا ما جربت single player انا دشيت versus على طول online versus على طول بس single player من من انطباعة الشباب يعني حلي وكأن arcade mode في cut scenes بالبداية وبالنهاية وفي نهايات بس انا شخصيا ما قدر تكلم عنها ما شفت المحتوى هذا في اكو mode وايد حلو والشباب اشوف هم كلهم مبدعين في اللي هو DJ mode DJ mode هذا mode حاطينا تقدرون انتو لو تخلصون اللعبة بشخصيات معينة او خلنقول بفرق معينة سرية اللعبة تعطيك طبعا هنت من شون تتكون هاي الشخصيات هذي الفرق هذي تتكون من أي شخصيات تسوي انلوك حق ساونتراك جز يعني أجزاء كينج الفايترز من 94 إلى 14 وبالإضافة إلى ساونتراك ثانية من عالم SNK مثلا Metal Slug Samurai Showdown Last Blade نيوجو بشكل عام ففي اللعبة فيها فوق 300 ساونتراك 300 مقطوعة موسيقية تقدرون تسوي لها انلوك وتقدرون انتو تحددون كل مرحلة أي موسيقى تبيها تشتغل يعني مثلا أنا أدش أولاين أسوي لوم لوبي ويا ربع ويا ربع علاوي يدش عدول يدش كل واحد فينا حاط track list خاص فيه فلما نيي دوره هو يختار المرحلة لأنه الفايز هو اللي يختار الستيج فنفترض انه مثلا نحن علاوي بيختار الستيج مالا الستيج مالا يشغل الموسيقات اللي اوه واختارها وإحنا نسمعها رح نسمع الموسيقات اللي اوه واختارها نفترض عادل فاز على علاوي عادل اللي حين رح ييدور انه يختار المرحلة وعدو عنده ست نست خاص فيه فإيقدر يعني نقدر إحنا نسمع السنتراكات حق المراحل اللي اوه واختارها بس عموما يعني إذا تحبون ستراكات قديمة أو مثلا ما ما عجبكم ستراك الجزء سهولة تقدرون تغيرون المراحل الموسيقات اللي تتحبون حق المراحل اللي تتحبون هذا ميزة وايد حلوة من أهلا الأطافات أصلا ب King of Fighters صوصلا نحطي لك موسيقات من مو بس King of Fighters من العابة سنكيب شكل عام بالضبط بالنسبة يعني هذا نخلق نقول نظرة عامة حق King of Fighters 15 اللعبة أنا أنصح فيها وايد لأن أنا أو شيفان كبير ثاني شي اللعبة جودتها وايد ارتفعت من 14 عفوين 14 أنا كملت لعبتها يعني وايد وايد لعبتها حتى خلال الخمسة سنين وصلت مرحلة ملل فيها لأن اللعبة ما تشجع أنك أنت تستكشف الشخصيات تصفالك على ثلاث أربع خمس شخصيات بالكثير وتنوع بينهم واللعبة كان روسترها وصل شيء وستين شخصية مع DLC من زين الحين 15 مع تغييرات السيستم اللي قلت لكم عنها ما كو شخصية ما ودي أجربها وأعتقد عليا ونت حسيت فيها يعني عليا ومرات هاديش ألعب أونلاين ويا أخ عليا و بنقل الشخصية الفلانية شعقول إيه والله كلهم كلهم شكلهم يونسون يعني سبت أن الجيم بلاي متشابه يعني موحد خي نقول ما بين الشخصيات الفرق هني تستكشف كل شخصية شنو عندها كأساسيات موحدة صح كأساسيات موحدة ولكن هني عاد تستكشف كل شخصية شنو عندها من من تكنيكس من 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 حين صافت أن تسوي حركة لأكس بره لماكس مود ماكس مود هذا لو أشرح بشكل مبسط لو عندك سوبراين تقدر تقطع أي حركة أي بوكس مثلا أو رفسة إلى تدخل فيها مود اسمع ماكس مود يسوي اكستنشن حق الكمبو مالك يعني ترعص دقمتين هذي رح يسوي شحنة ورح تشوف عداد قاعد يمشي زين يعني قاعد يقل يعني مع الوقت ويعطيك ركضة ركضة هذي رح يخليك تقدر تكمل كومبوك والطولة زيادة وتخلي سوبرات تقطها بلاش طالما عندك انت عداد قاعد ينقص فالجزء القديم كان وايد يعتمد على هالمود هذا كان كان ببساطة لازم انا اشحن سوبر انطرك لين تتغلط اطق اسرع طقة عندي وقطعها ماكس مود وذبحك هذي كان في اغلب الاحيان حين قل الاعتماد على ماكس مود هو مفيد للحين ولكن صار اغلى ياخذ سوبر يمد سوبر واحد ولكن ما تحتاج علشان تفوز مثل ما كنت تحتاج في 14 اعطوك الاحين تولز وايد اكثر عشان انت تقدر تنوع من اللعب وما تكون اللعبة بورينغ حتى مع الوقت ما تمل منها لان اللعبة بالاخير راح تصير راح تحس كأنها صارت نفس الشي عارض شون الهاي لفل بلاي صار الشي لأ هني من البداية من الأول الأسابيع اللي حن قاعد نجرب فيها اللعبة لا أحس أن في فن في استكشاف في اوكي والله عددول اختار شخصية قاعد يطلع لنا فيها شغلات والله أول مر نشوف ها علاوي نفس الشي فيا انا اهم شي عندي هم بعد النت كود ممتاز انا اقدر نشلعب أون لاين وستانس في فرق بين نسخ حاليا نسخة البي سي احسن نسخة من ناحية input lag هي اقل input lag بينهم يعني input lag لما انت ترعص الدقما ومت تطلع بالشاشة نسخة البي سي هي العسرع في مشاكل تقنية ممكن تحلونها ببساطة على نسخة البي سي على ما سي نزلون رسمي منهم يعني يحلها وغالبا يسوونها ثاني احسن نسخة نسخة الاسبوكس سيريز S أو X ثالث احسن نسخة البي س فور بعدها البي س 5 البي س 5 هي اكثر لعبة بطيئة من ناحية input lag اقل احسن ادرون اي هوب انه نزلون باتش حلون هالم مشاكل هذي لان اللعبة فيها على نسخة البي س 5 8 فريمز لاغ 8 فريمز مشوية يعني الان بلاي ستيشن 4 و بلاي ستيشن 5 يلعبون كروس بلاي اكس بوكس سيريز X وسيريز S و اذا ما نغلطان ال Windows 10 أو Windows Store من اللعبة يلعبون مع بعض كروس بلاي ستيم و ابيك جيمز تلعبون مع بعض كروس بلاي ما بين بعض المنصات ولكن مو على الجميع فهم من الشغلات كنت اتمناها انه يعني ما يتشتت الكميونيتي و يتوزعون ما بين المنصات يعني وتالي تموت اللعبة بسببتنا ما قد تحصل احد اللعب اونلاين معاك على نفس البلاتفورم انت علي فأتمنا يحطون اونلاين حقها ولو ان اشك يعني صراحة انه حيسوونها كروس بلاي يعني كامل بس يا بدعوا بهالجز انا وايد وايد ستانست عليها اللعبة وتغييراتها وايد حلوة و هلعبها في مدة طويلة يعني ام اقل الدي 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 صدمني انه بسرعة بنزلون الشهر الثلاثة رح ينزل فريق قارو شكلها كل شهرين شهر 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 خمسة شهر 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 أسهل كينغ فايترز حق الناس اللي بيتعلم كينغ فايترز ويدخل كينغ فايترز محافظة محافظة السؤال أحس شوي ويرد يعني لنا لنا أوكي هو سهل من ناحية أنه أول مرة بتلعب لعبة كينغ كي و ف أن تتعلم ها أوكي في سهولة مو صعبة ولكن اللي منطقتنا اللي لعبوا كينغ فايترز من مدة طويلة رح يسير رح نحني وايد من السكيلز اللي أنت كنت تستخدمها كلاعب كي و أف قديم تترجب بشكل صحيح بهاللعبة هذي عرفت شون يعني انا نقصد إذا أنت يعني أنت يديد ككينغ فايتر بلاير كينغ فايتر هي ممكن تكون أسهل واحدة هي وايد لينة مقارة حق أجزاء مفتها أصعب أول عرفت شون وأجن صالفة أن أنت تقدر تسوي الـ بره الماكس مود يساعد على حقي اللي مثلا ما يعرف صعب عليه مبدأ فكرة الماكس مود وشون تقطع حركة لماكس مود وتكمل هذي يعني هذي شغل شوي أدفانست فإن تعطي تولز زيادة تعطي المبتدأ تولز إضافية نفس مثلا أن والله يتعلم شون يسوي حركة اي اكس نزين بخارج البارير الكبير اللي هو الماكس مود حك مبدأ حك مبتدأ أحس الشيء يشجع على أن يتعلم ويتحسن حتى لو ماعرف يسوي يعني وايد من السكلز من القديمة تترجل بشكل صحيح بهاللعبة هذي طبعا في اختلافات أعني لو بتحكب شوي أعمق في اختلافات يعني مثلا أنا ما أذكر كينغو فايترز المسكة العادية بهاللعبة هذي الطيح نوك دون ما تكرر تقوم ما تكرر تقوم ما تكرر تتعدى الـ A-B هذي لتعرف الـ Recover هذي شغلة يديدة عليك يوقف إن الحين عندك عندك أوكي من بعد مسكة عارتشلون مسكة عادية أغان هذا كلام أدفانس يمكن لعبين الـ 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 اللي يلعبون في فايتن جيمز ما يفهمونها بس حق من أنا قدرنا فيه من المستمعين يعني يحبون لعب القتال ويفهمون بعض الأشياء هذي فقلت ليش أعطيهم سبرينكل من هالأمور هذي يعني أوكي من بعد المسكة العادية هذي شي يديد عليك أوف أحس أوكي حطي لبالهم إي سبورتس شوهو بعد عندك فيه شخصيات تحس نتكود نتكود بشكل عام يعني وايدي خليك تشجع لأنك تلعب ويالكل مو بس 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 لما تحصد يشو نتكود لما تحصد لما تحصد أنا أنا لعبت مع واحد بينجا 300 يشو مو بس بينجا 300 بينجا 300 في لعبة فايت ما يصير هذا المفروغ ما يلعب معه حد بيشو يلعب معه ولا ولا عادي عادي ولا غلطة شي مو طبيعي لش بك 300 لحظة لحظة السؤال هنا السؤال هنا هل سألت حكي عليه برد أسألك هل تفوق تعالى قلت قيل ولا لا الونلين من ناحية إذا اشتغل وما في إذا اشتغل يعني خل يعني خل منو مور بلايابل أكثر بالبنك العالي كي وف أنا حين بعطيك مثال بعطيك مثال أحسن خل خل الشباب شباب كونكشيني معاهم لأن جيوغرافيك لوكيشن قريب أنا ببعد شوية ببعد شوية نطاق لعبت مع بوعيسة الله يذكره بالخير من البحرين منزين منزين لعبت معاهم كان ممتاز هو بالبحرين وانه بالكويت لعبت مع مع واحد بأوروبا بشي سمونا بالمانيا نزين الوصف معاهم كان ممتاز بينكي وياه كان 160 تقريبا اوكي خيل أوروبي بينكي أحسن من البحرين أعرف شوان بس أثميناتهم فلت تسيم أثميناتهم كان شعور لعب تسيم لأنه كان ستيبل أعرف شوان وأنا على 5G ترى على فكرة نزين مقارنة لو أعطيك نفس نفس الداتا هذي وانقلها حق قلتي جير سترايف أقل الستابلتي أقل أعرف شوان الكنيكشن رح يلعب من بين نفس الأشخاص ولكن احتماية الرول باك تصير أكثر أو واجهتني أكثر نتكود قلتي جير سترايف معنى اثناناتهم ممتازين عارتشون فأنا بنظري أشوف نتكود كينجو فايتر ستيبل أكثر وهذا اللي خليه يتفوق على نتكود سترايف بس بهال النقطة هذي عارتشون وعندما المقارنة سويتها مع نفس الأشخاص بسترايف معنا أشخاص بنفس مو نفس الأشخاص يعني لعبت معه واحد هم بعد بأوروبا مو بألمانيا أظن كان بلجيكا نزين ولعبت مع هجير هم بعد بحريني من شاب متابعينا لعبت معه سترايف عبشان بوعيسا ما باريت بقلتي جير فما أدري يعني ما قدر أعطيك مقارنة بس باريت بحريني ثاني نفس البينك نفس البينك بس استابلتي كينجو فايترز كان أفضل من قلتي جير أنا مايفيري إن كينجو فايترز لعبة راكدة غرافيكيا أكثر من قلتي جير فموضوع الديسنك اللي يصير بسبب أن الستيج بزي وايد أو مثلا الأفكتات وايد نفس قلتي جير أفكتاتها وايد قلتي جير فأحس الرول باك نت كود يحاول يغطي الأفكتات والساوند أفكت والإمبوت والبلاير إمبوت ويحاول يسوي يسينكرونيز بينهم بين اللعبين على أساس أن يعطيك كونيكشن ستيبل نزين كينجو فايترز لس بزي إذن قلتي جير فاهم عليه بوعلوة يعني الفكتاتها عندما تذكر مثلا ستيتفايتر فايف يقول لك لعب الترينيج ستيج علشان يقلل الرول باك نفس المبدأ بس كينجو فايترز راكدة كفكتات كستيجات كش قاعد يصير بالمرحلة كش قاعد يصير بالشاشة أكثر من قلتي جير فبالتالي استابلتي الكنيكشن أفضل من قلتي جير هذي نظريتي عرفتش منطقية بس يعني من يعني من تجربتي البسيطة أحس أن بشكل عام نفس الأداء تقريبا بس إي أمم تطبيب على بينك مثلا 250 وفوك هذول البيانات اللي هي أمبلايبول بشكل عام إي 250 إي 250 وفوك لا أنا اللي صار ويا أنا قلتي أحسن صح قلت إي أنا اللي صار ويا قلتي أحسن لكن بالبينغات اللي هي البلايابل رينج كينغفايتر أحسن الشانس إن يصير رولباك وإذن هاللو بينك هذي أقل بوايد من اللي أنا شفته من قلتي قير أنا لاحظت أكثر بس بس يمكن لما يطاري الستيج يمكن منطقي أثنيرات من ناحية من ناحية تريبل آ فايت مودرم تريبل هذا أحسن مثال ويجب أن يسوي شيء ينافسهم بالنت كود عرفت شون هذا لكن نخفل منه بالبداية أصلا أن النت كود يمكن ما يكون قد الطموح المشكلة الثانية الآن المشكلة الثانية حل الموضوع النت كود ممتاز لغاية 200 أو 250 أنت تلعب أكثر من 200 لا يكون لعب طبيعي يكون في لاغ شوية لكن تحت 200 أمور طيبة أنت غطيت أوروبا كلها وهذا أهم شيء غطيت أوروبا غطيت نسبة كبيرة من آسيا مشكلتي ومشكلة الأهم أن ماتش ميكين قاعد يصير في مشكلة ما ماذا بغ ما ماذا موضوع ما مهبب S&K لكن ما لما تدور على اللاعبين بالرانك ولا بالكاجول ما قاعد لك لعبين هنا وانا قاعد دور بالكويت ما في سلوشن بالك وما صويت غيرت الريجن غيرت اللانجوج مع اللعبة الغيرت غيرت لعبت أقل المواصفات كل شي جربت لعبت بيد لعبت بكيبورد لعبت باركيد ما كل شي ما جررت بس عساس أن يزيد الشانس أني أحصل لعبين أكثر وللأسف ما كان لأي تأثير فأنت حظك الماتش ميكين مغروب موايد عانيت منها بالبيتا أنا هذي يعني لمن أحصل موجودة لأحل موجودة يعني ما 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 على كل البلاتفور و بس البي سي ترى أنا اللي بس أنا اللي قاعد أشوف أبو ياقة مثلا لما تشوف على الهوتزونز يعني يابانيين كوريين أمريكان قاعدت لون كيوم عادي فأنا ما أدري شنو المشكلة هل له بالريجن مالنا فمعنا ما قاعد يسوي مع 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 حاشتني هالمشكلة هذي بكل الانستينكت بثالث شهر بعد ما نزلت نزين شنو سوى الديفليبر وهذي أنا اشتكيت اشتكيت فيها بتويتر عند واحد شقال بالتيام بالآيرون غالكسي في ذاك الوقت أفوا مو مو ثالث شهر ب لما مسكوا آيرون غالكسي بسيزن المشكلة المشكلة كانت نطاق الماتش ميكينج لما انت تطيق سيرتش راح يشوف مثلا منو اقرب لك انت كابينج مزين يعني مثلا يدور ثلاثين بعدين يزيد الرينج أربعين يزيد الرينج خمسين أم أس بعدين أمية ميتين ثلاث مية ولين ما يلقالك ماتش حلو اللي كان يصير بكل في ذاك الوقت ان الوقت اللي يتوسع فيه النطاق ان يحصل لك ناس برينج أعلى من الرينج اللي انت حاطة لنفترض انت حاط مثلا فأني راح يدور من واحد أم أس الين إنفنيت عارتش شون فالوقت اللي يتوسع فيه النطاق هذا عشان يلقالك ماتش كان وايد عالي عارتش يعني مثلا من رينج ثلاثين لأربعين المفروض يطوّد ثلاثين ثانية نفترض وهم لأ حاطينا خمس دقائق عرفت يدور بهالرينج هذا الاحتمال الكبير اللي قاعد يصير بKUF شذي عرفت شون خايص يحتاج إلى عموما سويت اللي عليه وكلمت الـ حق معارفي الـ هذي اي هوب ان يتخذون فيها لأنه احنا هالشغل هذي تصير يونيك حق ريجن احنا عرفت اللي مثل ما انت قلت باليابان وكوريا وامريكا ما يحسون فيها لأن عدد اللاعبين يلاك أكثر اللي يلعبونها فتحص يحصلون الناس أكثر برينج هم عرفت شون فالماتش مايقعدي يدور من رينج لي رينج أو من النطاق لين نطاق فترة طويلة عرفت شون لأنه غالبا يحصل شي بالرينج مع لهم بس احنا موضوع ثاني هذا نفس اللي صار بكل الانستين وياي في ذاك الوقت ما حصل ناس عرفت شون وهذا يوسف قاعد بروح نوم مرة ثانية سؤال 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 هقدر ما يكتر الآن علاوي بما أنك لعبت صج روبرت تشيت لا أنا وصل لي كلام بأن روبرت أوبر لا شوف شخصيات اللابة كما قال كبير شخصيات اللابة كلها مقوية في شخصيات في توب تير حيال تحس أن هذا فارق في توب تير لكن ليس توب تير حيال في توب تير اللي حالي ليش توب تير لأنه أسهل واحد مو لماذا تم اكتشاف أن هذا ممكن يقلب لك أو ممكن يسوي لك شغلات وايد بمجهود بسيط عند كل وسائل يحتاج واضح عند كل شي يحتاج لكي نصر اللعب ممتاز حتى كيو يوري بعد أقوية به الجزء دائما أقوية مثل ما قلت بويا أنا قلت لعب كل شخصيات فأنا لديك شخصيات لم أجربت كلم من من التوب بيك توب بيك بوكت الحالي ما عندي صراحة توب بيك اللي تحب تلعب فيهم وايد وهذا شيء مميز باللعبة لأن عادة أنا أكفل مثلا على 5-6 شخصيات مثلا هذو اللي أكفل عليهم هني أجرب شخصيات أعطني مثلا كيو ويوري تيري روبرت رو شيرمي ياشيرو كولا رالف كلارك ليونا جيد 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 من ما قلت لا خلاص ما بيبوستر كلها هايدرون موقع يقولك لأن اللعبة سيستم اللعبة تخليك تشجع أنك تشجع أنك تلعب شخصيات مختلفة لأنه سهلة لعبة سهلة بالنسبة للي اللعبة جدا سهلة يمكن هذا من أسهلة كيو أي واحد يبيبلش مو صعب أي واحد يبي يسوي حركات فلاشي مو صعبة أي واحد يبي يلعب لعبة فايتس بس تكون يعني فيها حركات أدفانس بس مو صعب أنك توصل للمرحلة أدفانس اللعبة فيها هذا الشغل والهم من هذا كله اللعبة فيها ممتاز إذا لم يرد أحد هنا تلعب ويحد بأوروبا يعني خي بس إن شاء الله يشتغل ماتش مايكينج بس هذا اللعب الوحيد اللي صج 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 مخرب على اللعبة بشكل وائد كبير أنا الرانك تخيل أنا وصلت توب ثيرد توينتي على مستوى العالم وصلت عشرين شوف الأسامي البطل اللي وياي موموشي لاسد وفيرنا يعني أسامي كبيرة على مستوى العالم وصلت بركز العشرين بس وقفت ما نقدر اللعب ما نكون لعبين ما يطلع علي وإذا طبعوا لك مرة بالسنة ردتها اللعب لوبي أوكي نزيل عندكم أي إضافة حق كينغفايتر أصاصا يقول يقول أسهل من تكن لا تكن غير وكينغفايتر غير تكن لعبة 3D تكن لعبة 3D هي أسهل لعبة كينغفايترز يعني كينغفايترز سلسلة ممتازة يعني بلشت من 94 ليل 2022 ممكن هي تكون من أسهل لتزاء لكن إذا أقارن تكن مع كينغفايترز صراحة مقارنة صعبة يعني مختلفة تماما هذه 3D هذه 3D طريقة لعبة مختلفة بس بشكل عام بشكل عام كينغفايتر 15 ممكن يعني ممكن أنصح فيه حق اللاعبين اليدد اللي يبون لعبون لعبة 2D يقول أتخذ من ناحة كمبوات لا يعني أوكي تكن بشكل عام كمبوات سيستما مختلف يعتمد على التائمين يعتمد على الانبوت نفس الشي كينغفايترز لكن كينغفايترز فيه موشن أكثر صح في ربع دائرة نصدائرة تلف وميشن السؤال فهذه صح بالضبط أنا لعب لأثنين لكن أنا عارف ويدناس مثلا ما يلعبون لعب 2D فعشان يشوفون الموشن صعب وأنا عارف ويدناس يلعبون لعب 3D فعشان توقيت الدقام والمكسب يكون لهم صعب فعشان ما أشوف أن المقارنة صحيحة لكن بشكل عام اللعبة لو تقعد لها تتعلم عليها بسرعة يعني مو صعبة اللعبة أو تتعلم على السياسيات أوكي يعني عندكم أي إضافة أخرى عرماندي عرماندي بس اللعبة اللعبة كيدا خلص لعبة ممتاز على ما تنزل ستفايتر 6 نعم هذا الحين خلاص علوي أشتريها أشتريها لعب معك والله إياك أصلا في مودة من المودات الحلوة لتوينس نقدر نلعب 3 3 وكل واحد فينا ياخذ لشخصية أوه شغل دواني الكسر من ودي الأركاد حق واحد يعني ذا خسر أيوة حلو 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 فحطينا أونلاين ففيه سؤال حلوة يعني عشان الناس أكثر تلعب مم زين آآ ننتقل الحين حق الأفقار يمكن عشان ما نبي نطول وائد أوكي رح نختصر على تشمخ خبر قصيد أنا عندي حين بس اثنين أنا رح أسؤل فيهم خبر ستريت ستريت فايتر سيكس إعلانه محبط أم زين أنا بنسمي عادي متوقع مثل ما هو متوقع بس متوقع تيزر ولا كنت بتشوف شيء آآ باست على الهيس اللي شفت من ستريت فايتر فور كنت متوقع تيزر صراحة ما كنت متوقع جيم بلا أتمنى في جيم بلا لمحات من جيم بلا كان قبل يضع لمحات جيم بلا لمحات بسيطة لا ستريت فايتر فور كان بس لوجو آآ ناسي ستفايتر ستفايتر فور كان بس لوجو و تلات طعون الشهر ما نحن كثير كون دان علي خرب بيتهم كان بس لوجو بعدين في أثاني أذكر هني اللي حطوا شوية جيم بلا فهني ماشي على نفس سلوب ستفايتر فور بس في معلومات هذا أنا هذا أهم شي اي يعني في معلومات أول شي يعني نعرف إن ريو موجود يعني اللي لعب ستفايتر ثري ستفايتر ريو إيالك بعدين لأن ما كان بيحطونا كان إليك سهو البطل وكان ريو يمش من اللعبة بعدين ضافوه هنا من البداية تأذر ريو مين كاركتر ب 6525 DLC والشغلة الثانية المهمة إن اللعبة من طريقة العرض التيزر اللي حطوه رياليستيك مو بس رياليستيك مو انريل مو انريل انجين تخلوا على انريل انجين والحين رايحين على ريالي انجين اللي هو مارز انتيفل شلون بيكون هذا انعكاسة رح يكون في اختلاف بالرسم أكيد رح يكون في اختلاف بالرسبنس والليون وسهولة الحركة عدوا كامل على اللعبة شون الابداعات اللي ممكن تصير ممكن اللعبة تنزل على ملتي بلاتفورم خصوصا ان عندك لعبة منصر هنت الرائز انري سوري آري انجين انزلت على سويتش فممكن نفس الشيء فاللعبة ممكن تكون ملتي بلاتفورم فالسطايل ماي الأكثر شوية حق الرياليستيك فشلو ممكن نعكس على الجيم بلاي الله أعلم فاللعبة مثل ما تقول اللعبة بتكون مودر ما رح تكون لعبة تغييرات كبيرة على الأقل من ناحية الرياض والفيجول هذا أقل شيء بس أنا حتى الرياض أتصور ان رح يكون في تغييرات كبيرة حسنا جيد توقعاتك الشخصية صج انه ممكن تكون ملتي بلاتفورم انا اتوقع لحن اتوقع الشركات رح تروح ان تسويها حصرية رح تحاول ان تأخذها حصرية ولا كابكم رح ترفض تتوقع من صوبها ما رح ترفض إلا إذا هي لها ربح بس هي يعني أنا إذا 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 خصوصا خصوصا الإنجن مالي يعني يعني في الفلكسيبليتي في السكيليبليتي أقدر أنا أصغر أكبر أعدل أسوي أمتميز على سويتش عندي هالكنترول هذا خصوصا الحين يعني أتصور كابكم حيل حطين ببالهم ملعب اللي بتنزل بالمستقبل Tekken 8 مالت هذول يش يسمهم مالت رايد جيمز لعبة الفايت اليديدة فكابكم ما قاعد تفكر بس الحين قاعد تفكر لجد دام لأن إحنا قاعد تكلم على مالعب أفكر بشكل جدي أن تكون اللعبة مودرن عشان شوف فيها وايد انتقالات صارت على اللوغو وأنا تفهم الشيء هذا بس اللوغو يعني وصل شيء يعني ميسج معين اللعبة بتكون مودرن ممكن تناسب حق الجي لديت أن تكون متقبلين أكثر لأن فيها البساطة بس بنفس الوقت تحس أن اللعبة يعني هذا كله تحليلي شخصي يعني من اللي أنا شفته أن مستعدين تخللون عن شغلات قديمة اللي بنت عليه ويسوون شغلات يديدة عشان يجذبون اللعبين يدد ومن هالشغلات هذي قل قل آسف أنا حسنا خلصت ومن هالشغلات هذي أن يستخربون انجين يديد فهمت علي ف متحمس أشوف شغلات يديدة عندك 2 جهريش عندك واحد جهريش قديم ريو عندك جهريش لديد لوك فاللعبة يعني أحس أن وايد يبون يبون لعبين الجيل يديد تعالوا شوفوا في شيء باسم Street Fighter والحين هذا السادس منه تدري أنا أول ما شفت اللوغو شنو حاش نيبالي يعني كفكر يعني شنو يحاولون يوصلون يمكن تفكيري أنا غلط يمكن يمكن فكر أوفر خنقول لدرجة فكرة كلش يعني مو هو الواقع بس لما شفت اللوغو تدري ما حاش شعور حلبات UFC على طول يالي شعور حلبات UFC معناته أن راح تصير تعال دش مردغ طق طق وفي قوانين بالنهاية فيه منتصر يعني تقريبا مو حرب شوارع بس الستايل حرب شوارع نفس يدشون ويطقون ويصعد فوق ويطق ويبكس فيه أحس الشعر هذا يابلي الشعور هذا أن حلبة مسكرة حق طريقة هواش شوارع عرفت شلون أنا ما أعرف شعور لما شفت اللوغو قل قل أوف كان حلبة UFC وبعدين قلت يمكن فعلا توجه من حق الإي سبورت والأمور هذي فيمكن كل هالأمور مرتبط بعضها لا أعرف هل أنا قل أفكر رايد أوفر عليها أو لا لا بالعكس يعني منطقي أن اللوغو يكون مودرن الحين لو تشوف مثلا أخلي هنا بالكويت الترند العالمي لللوغوات هو التبسيط متعقيد فاللوغو كثر ما يكون أبسط كثر ما يكون كثر ما الناس كلها يتقبلون سواء اللي يعرف البراند أو اللي ما يعرف البراند شوف كل الشركات الكبيرة اللي عندنا شوف اللوغوات وشوان يبسطونها شوف شركات جوجل شامع 20.000 مليون ريديزاين حق اللوغو ما نمسو مايكروسوفت نفس الشي هذا شي كولة يعني أنا قل أقول لكم برادات كبيرة يعني هني بالكويت شوف المطاعم القديمة والمطاعم اليديدة في تغيير بالمسمى في تغيير نمط التسمية في تغيير نمط تصميم اللوغو فموضوع البراند هذا يعني مو شي غريب عرفته بس الفرق هنا في ناس اللي عرفون ستيتفايتر فبالنسبة لهم احنا متعودين على نمط فلحنا شفناها شي غير شنو هذا مو ستيتفايتر لو بروح السخيف فعشان شي قاعد يقول لك هم ما سو شي هذا عبط هم بيوصول رسالة رسالة اللي أنا حاسها ان رح يكون تركيز اكثر حق الجي اللي ديت الله يسر شنو هو لكن هذا ان شاء الله ما تكون بطريقة على حساب اللاعبين القدم ستيتفايتر بشكل عام عادي ينسفون كل شي يسوه بجزاء القديمة مع كل جزي عشان اللاعب ستيتفايتر 2 ليس شرط فلنان 3 والفلنان 3 ليس شرط فلنان 4 والفلنان 4 ليس شرط فلنان 5 فهذا هم مع الديان اي ستيتفايتر حسنا حسنا هنا في شغلة عبدون مشاهدة رجيم أي لا تساد وهذا يمكن أهم الأشياء وننتظر أمور أخرى بالصيف صح ما قالوا متبعد أخباري عليها سامر سامر ننطر الصيف ونشوف بس أشكرا بعد ستيتفايتر 3 هذا قارنتيد يعني صح هذا المجيد صح حتى نيسان تأول حتى نصور يدزان حكي اللوغو هذا بعد المفروض أحداث بعد 5 و 3 المفروض قارنتيد صح أحداث ماذر الله أعلى لا يوجد أي تفاصيل من ناحية القصة هو المفروض أنت توقعتك أنا أصلا ما دي ستيتفايتر 5 وين قصتها يعني أنا أسمع واحد أسمع واحد ممكن تسأل عن قصة ستيتفايتر اللي عارف بس ستيتفايتر قصتها بعد بعد ديزاين اللوك اللي طلع بالتيزر وائد أحلى من اللي اي يا وائد أحلى شعر أرتب وغيره هذا عرفت بس كده حتى ريو عجيب ريو هولك ريو هولك أنا أحب 5 وك اللي هو الوحية اللي كنت عنده لحية وهذا أحس وائد ناس لأن يعني دروا أن ناس وائد حب هذة فخلا هذا هو لبس الأساسي بهالجز خلاص كبر لي متى وأخيرا بحق ريو لبس نعال عزكم الله بايق من أكومة ايه ايه هلوه هو سكين رايح مسيد ولا شي في خبر ثاني هم باج يس الخبر الثاني علشان نمدي من ندفل اليوم تم الأعلان عن وهي مفاجأة نقدر نقول The New Pokemon Scarlet و Violet نزين الأعلان مدته ثلاث دقائق نزين من حيث لا تعلم أن اللعبة سوف تصدر Late 2022 يعني two major Pokemon games في نفس السنة من النوادر أنا ما تكشتغل شي من قبل مو بس شذي احنا في حلقة من حلقات لما كنا نسالف عن Pokemon Legends قلنا يمكنهم بيجربون الجيم بلاي اليديد طريقة الجيم بلاي اليديد بSeries Legends ويستمرون هذا توقعاتنا والقديم سوف يستمر على نفس ما هو عليه على أساس أن إذا نجحت الفكرة ممكن يحولون القديم إلى اليديد لا طلع من العرض أنه لعبة Open World وتقريبا ممكن نفس Legends هذه الصدمة أنا همني رأي محبي Pokemon بيشو أنت تتوك لعب الحين Legends شوف أنا ما أحب شوف حط باك شغلة أنا يمكن عادي أحب شي ولكن إذا هناك عب أقول لك عب ترى أن Pokemon الذين القدم كلهم لم ألعبتهم لأن حسنت أن التغيير الذي لا يسوى أني أضيق وقت عليه تخيل من أول جزء لعبته Pokemon Yolo لم أستنست إلا أخيرا توني بArchis X Y شريته حتى لم أكملته Sword و Shield لم أكملته إلا لأن كنت ألعب القصة مع أيالي ولكن عادي لو أيالي لم أكمل القصة جملي وفوز عليهم انتهى الموضوع هذا نعم انتهى الموضوع انزل ولكن الآن Loop Mechanics التي مستنسين عليها بArchis موجودة بال الجزء اليديد هذا الجزء يدد سينزلون زائد أن محافظين على DNA من ناحية البروغرس مالك بالقصة أنك لازم تروح مدينة مدينة تخيل لازم هنا عاد مستكشاف هي تنقل أنت قعد تستكشف أن الزائد اللي من منطقة لمنطقة بس لما توصل منطقة في مكان جيم روح تروح النادي وتروح تبار المدرب ماله إذا فست عليه يقولك يلا الانتقل مثلا المدرب البعده هل الحين الستاديوم الجيمز تقدر تروح بالترتيب اللي يأجبك ولا هل الجيمز ولا الجيمز بس ندرنا في مدن يعني لاحظت أنا قعدت طالع الفيديو مرتين ثلاثة في مدن في ناس ترى أركيز تقريبها فاضية ما في إلا المدينة الرئيسية الهب وبجزونات كلها فاضية نادر ما تلقى فيها ناس بس هنا المدن بيننا فيها ناس كان لعبة RPG عادية فيها ناس تتحرك من نيو من ناك الشبس والأمور هذه حتى صورة عن قطعتك بس كنت تتناقش ويبيشو قعد أقول تذكر الـ Direct الأخير لما أعلنوا عن Xenoblade أي عن Xen قعد يقول إيه تذكر لما سؤلفنا عن الـ Direct وقلنا أن Xenoblade تنزل هالسنة توقع شهر 9 هو قال شهر 9 حتى يعلن تساؤل أو خنقول مخاوف أن زلدة Breath of the Wild سيكل متى نشوفها هل احتمال نشوفها نهاية السنة ولا السنة الياية بيشو كان متوقع كان عنده اعتقاد أنه ممكن تنزل هالسنة حتى لو كانت Xenoblade موجودة أنا وحمد أتوقع أن هذا يعطينا مخاوف أنه ممكن ما نشوفها هالسنة العين ممكن ممكن أنا أجزم أنه ما رح نشوف زلدة هالسنة ليش لأنه هذه بتنزل Late و Late عبارة عن خنقول Holiday أو Holiday Season إذا هالي بتنزل Holiday Season و Major Title بينزل قبل Season بشوية اللي هو بداية الخريف اللعبتين Major وذن ثلاثة شهر بدأ تصل زلدة بالنص أحي الصعبة زلدة لازم تاخد مساحتها شوي فعلشان أنا قلت أنا أستبعث هالشغلة والحين بيشو بدأ يؤمن إنا احتمال صج إنما نشوف هالسنة هل أنت وتأيدون هذه الفكرة ولا لا الله يعني هايقول تكشون لعبتين Major ينزلون بWindows صغير قعد تكلم على شم شهرين ثلاث كثر استبعد وبعدين ما في أي خبر لو تلاحظون يعني ما كو أي شيء على زلدة تعتيم وما في أي تسريبات ما في أي شيء وغير أن بعد الناطمين بيانتها لا ننسى بيانتها المفروض خلاص أن شفت ترى النور قريبا فما ندري يعني ذكرني بشغلة زلدة منزلة شهر اثنين زلدة نزلت شهر ثلاثة ما نزلت السويتش في 2017 ف يمكن شهر ثلاثة هو تاريخ منطقي يمكن نهاية السنة عشان يزل شهر ثلاثة لا وعبد المجيد يقول 2023 مع سويتش برو اللي حين في ايمان سويتش برو انزل هذه الشغلة فنحن ننتظر نشوف شنو في أخبار يديدة انا بس اضاف خبرهم بعد زيادة علوي اليوم بنزلين update محتوى زيادة ب legend arcus كعطاق قلتوني بخلص القصة وخطيني الظاهر بعد شغلات زيادة بالقصة هما شنو ها شكل شكل اشتدي شرح سوي شكلي شكل رح اشتر ال ابلش ألعب كلما اطلع بره البيت وصار اني عندي فرصة لعب اكمل بره البيت ارد البيت على ال 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 اغصط 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 اخلصت باكمون انا اخلصت 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 ايه والله كنت وقل شغلة نسيت بس اتوقع يمكن هذين الميجر لا 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 قل عن شغلة مهمة في شغلة ما قلت قل عن شي لا لا في الموضوع يوبيسوفت خلل الناس تدري يا فيه للأسف صارت حادثة خنقول غريبة خصوصا خصوصا غريبة كسبورت لشركة نفس يوبيسوفت من احد اكبر الداعمين للكميونيتي العربي من ناحية الاندستري بشكل عام من ناحية المحتوى وهذا وكل شي ان نشوف حركة نفس هذه السالفة ما فيها صلحولي اذا كان كان شي غلط انا قاعد اقوله ترتيب الاحداث المفروض انه كان في ميجر افنت يصير حق لعبة ترينبو سيكس المفروض يصير في ابو ظبي في شهر اغسطس القادم بطولة بطولة المفروض انها نهاية بس انا منتابع البطولة من الميجر ما ترينبو سيكس هو سمها ميجر سيكس اذا ما انا غلطان اسمها فوحدة من الدول الميجر هي الامارات ابو ظبي تحديدا فالعموم بعد ما صار هذا يعني او خنقول ان الامارات خلاص انه بيصير هناك صار في اعتراض من المجموعة من او فئة من الناس اعترضوا على اساس ان او يمكن جمعوا تواقع فوق الثلاثة الف توقيع او شي شذي انزين اللي هما الالفابت بيبول على قوة اشي سمونا ياقوب ان بما معناه ان ما نبي الافنت يكون هناك هذي 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 الدول تحارب هذا النوع وتقتل الناس اللي اهم من نفس هذي وعندها قوانين تجرم المجتمع هذا او الفئة هذه او الفئة هذه ان يعني احنا بنروح هناك يعني حياتنا مهددة بالثطر يعني منها الامور هذي انزين فش نصار على انحساب راينبو سيكس الرسمي ما لي وبي صفت ان تم يعني خنقول الغاء البطول اللي راح تصير فيه ابو ظبي انزين بناء على الامور الواحد اثنين ثلاث اللي احنا ذكرناها بطريقة غير مباشرة لاننا احنا ندعم الانسانية وما كو فرق بين الناس وبلا بلا من هالك لما صار هذا المنح انزين صار طبعا يعني بس الكتاب ما لهم كان حاول الذكرة ان حتى الكتاب ما لهم كان مستفز بمعنى ان احنا سمعنا احتجاجاتكم بس احنا درسنا احنا اتخذنا قرار ان بنسوي بطوية وبطوية بعد دراسة والتهكدات من الحكومة الاماراتية ومع مسؤولين بالرياضة الالكترونية اللي هناك ومع الPartners اللي احنا نشتغل معاهم بالامارات صحيح مع هذا احنا عندنا سلامة اللاعبين لاعبين اولوية اي سلامة اللاعبين والاستاث اللي معانا هي اولوية فلهذا قررنا ان نلغي البطولة بب candid يعني رغم التأكيدات. ورغم معرفة يعني العالم كله يشهد للإمارات تحديداً انها بالإمارات تحديداً انها بالإمارات لو تشوف الرانكوك بالدول العالم راح تشوف الإمارات دائما تكون من top 10 إلى top 20 يعني الإمارات معروفة بهالأمور هذي. فهو الدول الخليجية بشكل عام يعني معروفين بالأمان. مع هذا التعليقات السخيفة اللي قاعد تطلع من أوبيسوفت انها تتهم الدول تتهم الإمارات انها ما هي آمنة خصوصاً لها الفئة هذي. فلهذا قرروا انها يلغون البطولة يعني صراحة أنا شوفي. ويقرروا ان قلب نعلن بمكان يديد يعني في وقت اللاحق يعني. هي المشكلة موت شذي يعني المشكلة هذي شنو؟ الماينورتي يعني خنقول البطولة هذي لها خنقول الكميونيتي ما لها اكس مليون خنقول. هنزيل خنقول ايا يكن رقم ضخم. هنزيل. الحين يوث من 13 ألف شخص ايا كانت خلفيتهم. خنقول بس ان انا مو عجبتني الديرة ان تصير بس تنقول هذا المثال. انت فضلت 13 ألف شخص على الاغلبية كلها. الاغلبية اللي ما عندها مشكلة. او الاغلبية اللي ما تحلطمت. او اللي ما قالت شي بغض النظر هم شنو؟ هذا كبرا حركة مستفزة. كأنها تفضيل لفئة على فئة. وهذا شيء غير مقبول انا اشوف نهائيا. سوى كان من ناحية. وغير ان شنو. اذن يو بيسر تقول احنا درسنا الموضوع. اننا خلاص اننا بقيمة هني و 13 ألف شخص شوية من مجموع كبير تلغي كل الدراسة اللي انتوا سويتوها. يعني انتوا دراستكم ما كانت دراسة فعالية. لا محادثات مع جهات رسمية. يعني ايان يعني انتوا ما تسويتوا الدراسة. يعني ممكن من اصلا الجهات الرسمية. واذا مكلمينا ما تتقوم بالجهاز الرسمية تتقوم بالكلام ناص النت يعني. مو بس. ما ادري. انا مو بس تشذي. انا يعني تادي شنو. انا الحين خلني ها. من هزشي الله. يعني يو بيسر. انت تقول انا درست الموضوع بس كنسلت علشان سلامة الناس. انزين انتوا دراستكم كانت على شنو. اذا انتوا عندكم هذا المبدأ. والدراسة يعني مو توه يعني او مو عن الدراسة يعني الاتفاقات اللي صارت ترى من زمان يعني. يس. انا التجهيزات قديمة مو توهى. مو. اتدري. بالاخير. هو بالاخير. انزين. هما عندهم مشاكل بالشركة. كان عندهم مشاكل تحرش ومادري شنو. هما والحين يابان يسوون ايشي cattle سيريفعونا اسهمهم عن الناس. هذا اللي يسمونا انترنت بوينت. فالع Crystal Online بسوها. احنا نحصل انترنت بوينت. لانه اسهل شي تسوي اسهل شي تسويب اهل. انزين. اهههههههههغو اههههههههههههههههههههن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شلون تتكلم هالطريقة هذي؟ أنا ما أدو شلون فكت أبقال، أنا ما توقع شديد ومال أداعي، ومال أداعي أنت، منو أنت اللي تتكلم؟ أنت منو؟ أرقام رسمية، شوف شم دولة بالتوب تب من ناحية الأمان على مستوى العالم، أنا قاعد أتكلم، أنت منو أنت تتكلم حالة شخصية تتهم فيها أن الدول الخليج ما فيها أمان، عايب عايب وقاعد أثنين، أنا قاعد أقول لك، لا لا، لا، أزيل، أوريكم أمان، فقرة ثانية قالها انجلطت منها، يعني يقول ومن الشغلات اللي إحنا قاعد نشوف أمان، إنه ما فيه فيه اضطهاد لحقوق المرأة، الشاب أبو طاري حقوق المرأة بالموضوع قلت أدب من مسؤول، المفروض إنه يكون مسؤول، بتسمع منها التصاريح للأسف، شلون؟ والله للأسف فأعني، أنا صراحة يعني بالأخير يعني، مثل ما قال عدول، أتمنى أن الوقفة هذي يكون بشكل حازم وجد، وإحنا نزلنا فيها بيان، يعني وابحين جدا بالبيان، بالنسبة لنا الموضوع ما في أي سببورت، ما في أي منتجاتهم، في قنواتنا كلها بس قلنا حقلنا حق حسين لا يلعب ريمان خلاص قلنا حق حسين لا تلعب ريمان ومثل ما قلت لكم، أنا أتمنى لأن، لأن، شوف بالأخير، بالأخير، هالشركات هذي تهمها المادة، إحنا من الآخر دعونا نقرصهم، دعونا نقرصهم لا لا، لا تيك شركة تستشرف، تقول إحنا مع حقوق، إحنا وإحنا، حاجة فاضي، حاجة فاضي، من زين؟ بس مثل ما قلت لكم، هي كانت مسألة إنترنت بوينتس، وأسهم يابون هام عند الناس، العالم العربي، ترى لا وزنه كمشترى فعلا، 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 أتمنى أن يشوفون دروب حاد، طيحة حادة بالمبيعات عندهم لين يقدمون اعتذار رسمي على كي شي يصبح؟ حتى لو قدموا اعتذار رسمي، حتى لو قدموا اعتذار، أنا أنا نفسي شخصيا، حتى لو قدموا اعتذار رسمي، ما راح أخذ منهم شيء حتى لو قدموا اعتذار رسمي، ما راح أخذ منهم، إلا يمكن إذا صارت اللعبة بدينار، يمكن أفكر أن يشتريها لأن... بعد طيقنا أكراك اعسا، أدهم زيادة صدق والله أكراك أجاد أحسن 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 عشان ينقرسلون زيادة لا، لأن أقول لك علي أن الموضوع خلاص، إحنا محتاجين، محتاجين عباره لأن إذا هذا تماد عليك، باتر، هذا يتماد عليك أو مثلاً أو شركة ثانية بس.. لا.. لا تبطل أنا.. أنا أعيد كلامي انتبطل المجال خلاص حتى لو ردوا خلاهم ينطقون عال أساس أن لا تتكي شركة ثانية وتفكر... وتفكر ها تلمح أنها بتسوي جديد الشيء الوحيد اللي أنا أريد زيادة أنا أسيرل الموضوع هو شرح إعلامي حق الناس العامية لأن ترى إحنا متابعين حق الأخبار ندري بس واللي متابعين الجييل المخصوص هم اللي يدرون بس الناس العادية اللي تشتري كل سنة أساسن كريدها ترى ما تدري يعني بهالسؤال فلازم تصير في تغطية علامية عربية على مستوى يعني مو بس إحنا البودكاست نحن بس اللي يسمعون لنا هم بعد اللي بس تتابعون خبار الجيمز هم بعد عشان شدي مو الناس العامية عشان شدي انت الناس اللي أهلك اللي تعرفهم اللي تدري انهم مو وائد داشين بخبار الجيمز ووصل لهم للسارفة قلهم ترى صاير فيه شي 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 هاي الشركة اللي انت تقدر انك تحب لعبتها ترى هم قايزون شدي خليكون عنديك خبر واذا النفس ما قال للكم قادلين ما بعيدة وزيدة ان خنوقف عن مساندتهم الحين هالفترة هذي لان يصير شي تغيير فلن جذري يكون هم عبر حق غيرهم شون عني بسفت يس يس فعلشان شدي انتوا بس حاولوا توقفون بهالشغلة هذي على اساس نفس ما قال عادل الشباب ان خل تحوشهم قرصة مو عادية قرصة محترمة عشان يعرفون وزن المنطقة هذي شنو ومحد ويكونون عبرة لمن يعتبر العلمكم العلمكم بس قبل ما انتقل على الفاقل بعدها طالب عشان تعرفون ان هذه الشغلة ترى مو بس محصورة على يوبيسوفت ترى الاعلام الغربي بشكل عامي يعني يعني احنا حينشوف حرب بوكرانيا وروسيا والامور هذي اللي قاعد تصير شوف تغطية الغرب حق الحرب هذي وشوف لما يقارنون اوكرانيا بالمناطق اللي متعودين خلا هذا شي ينرفز أصلا والله خلا لا لا انت شوف ان هذا الشي مو بس تشوفه بالأخبار تشوفه حن بالغيمينج تشوفه بهم وهايد اشياء عرفتشون انت شوف نظرة الغرب حق منطقتنا شنو لا المشكلة شنو ويدعون لإنسان المشكلة ويدعون الإنساني يقول لك هذا إنسان ما يصير اشلون واحد عيون الزرق وأشقر شدي يصير فيه انزان هذا مو إنسان اللي هني شفتشلون لا تعليق هي مو محصورة بس على بيسوفت يعني بس عشان تصحون وتشوفونش قائسة كان المفروض يبيسوفت من الأول ما يقررون هني كلش وخلهم على مبادئهم ويسوونها بره بس انتهى الموضوع كان ما خدف هالطق هذا كله الحين ما نقصنا شي ايا ما نقصنا شي لحن عندنا ماريو الله يخلي ماريو الله يخلي هي المياموت هيتا عريسست هي أول ولكن بيشو شي صغير فيه لا ما أقدر عرفت اللي شي كتيري يلدت شاني ما أقدر لا تقوم بيسوفت على العموم على العموم عندكم أي شي نظيفة؟ توقع ما في السئلة بس لا تنسون لا تنسون يعني لا تنسون الموقف اللي صار هم شي محد ينسى هذا قلنا الصملة محسوب عليهم ترى ونشروا ولمقاطق مو مسألة ما ما تنسى مو مسألة إننا ما ننسى مسألة قاطع خلص خلهم خلهم يشهرون إدراع مو لا تنسى مو لا تنسى وتروح تشتري مو لا تنسى وتروح تشتري لا لا خلت خيص مكانها صح خلت خيص مكانها أنا أكون معكم أمين وصريح أنا كنت وايد مترقب أنه ممكن بالمستقبل قليل بيعلنهم سبلينترسل أو شي شي دي من الشيغلات اللي أنا أحبها بس مع هذا أنا ما أختار أن ما أغطي أي شي لهم إلين ما أشوف تحسينات أشوف تعديلات أشوف أشوف شي يسوونه لا معنى ولا قيمة حق منطقة مو تحسينات إلين يحطوا لنا اعتبار إي 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 أنا قايل لكم حتى لو يحطون اعتبار حتى لو يحطون اعتبار خلاص عدول تنازل عن عن بروسو بيرشي خلاص منصجك أنت خلق ليبون وحدة يديدة علشان يتنازل هو هو بعدما شاف هذك الليك الخرابيط عشان شي دي بطت شبنا خلاص أكس عليهم هذي الليك خرابيط هذا الجيم بلاي اللي طلع القديم هذا البدن يلا ينسى العموم أتوقع ما في أسئلة الحين وصلت الحين حاليا لا بالهاشتاغ ولا هنا باللايشات يمكن خذينا بعض التعليقات أكيد في سؤال في الحين شباب يبون نسألونا نسألونا بالشات نزيل على أقل سألونا إذن اللي عنده أي سؤال يسألنا الحين نزيل لين إحنا نختم أو قبل ما نختم نقدر نقول يس ترى بايدا ويه نسألونا نقول كل عام وديرتنا لكويت بخير نسبة يوم الوطن يوم ذكرى التحرير فكل عام أنتم بخير والله يحفظ الديرة من كل شر ومن كل مكروه وسائر بلاد المسلمين أجمع بإذن الله نحن 25-26 فبراير اليوم 27 يس المفروض نقولها بأول الحلقة نسجلنا على طاري مسيطة حطلنا حطلنا الحين وانت قاعد تقول وانت قاعد تبارك حطلنا شي غنية نبيل الشعيل شي غنية وطن مو نبيل الشعيل لا لا شهاد الخليج سنة الخراز نبيل موسيقة ريو موسيقة ريو تلفية نبيل هو اللي كان موانس نبيل الكورونا صراحة يعني ياطي العافية نبيل بط الوطنية حلوة نعم حلوة ما أقول نزيل 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 لكنه عنده موانس علاوي ها هو اللي والله وضني الشعب الكويتي هو اللي كان عنده موانس وقربه واسع على هالموضوع هذا حتى هو ينكت على هالموضوع نزيل الانسان واسع روح اكسر نبيل نام وناكل ونلعب يمدينا نلعب شوي عرفت نبيل نعم وراء يلا يلا سريع يلا دعنا نقرأ وصلنا الحين عندنا فقرة الاسئلة عندنا أول واحد من فوتكيا توقع يقول كيف كينغ فايتر 15 وليش يعقوب عضنا التيم مالك الحين يعقوب يعقوب الروستر كلها لفز شخصيات لا لا عضنا تلعب فيهم اللي ما تلعب فيهم يعقوب بس اشحق اجاوب لا شنو البك ملوتك الحين ما نقول المفضل بس الحين حاليا بالوقت الحالي الحين اللي آخر تيم قاعد جربه يشير و كينغ أوف دانيسورز و تيري يعني هذا اللي أنا قاعد أجرب في سبب معين بس شخصيات أحبها بس أعتقد أن مثل ما قال عدول رح رح نوع وائد على شخصيات يعني وائد الكاركتر بروستر أحبهم أعلاوي والله ما عندي تيم قاعد شخصيات وايد أول مرة لعب شذي شخصيات وائد كينغ فايترز ليش لأن اللعبة سهلة الحين والله ما عندي تيم يعني من سلط جراندوم هذا الجزء الواحد يعني من النواد اللي فعلا ما عندي تيم لعبة سهلة فتل لعب شخصيات وايد بس أكثر شخصيات يمكن كررها والله حتى ماضري ما عندي شخصيات كررها قال النو خلينزل قاتو قيس خلينزل قاتو قيس هذول 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 رح كون ستيبل عندي يعني مع قاتو قيس كم هذا فريقي حتى ذلك راندوم سيلكت أنا أثينا متنكن رو يا إلهي يا إلهي أثينا أنت لازم تتكلم تقول ليش يا إلهي يا إلهي يا إلهي أثينا 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 متنكن رو ومخدى الجريوي على قولتن أي ليش مخدى طبية ليش ما عندي ولا شخصية شخصيات اللي كنت لعب فيهم من قبل كلهم شالهم ففكرة شنو دور أكثر شخصية بطش بالشباب وخذها بلون وردي فريغ كامل لون وردي نزين وإزعاج ولعب بإزعاج على أساس سايكوبون ويضفرون سايكوبون هذه هذه هي الفكرة يس هم حتى هم بس هم هم إذا فيه شخصية أنا قاعد أفكر هم بجنت يمكن أحطها لأن شكلها مؤدية شكلها مزعجة إذا كان فيها أحد مزعج رح أحضح سايكوبون روبي روبي دال هل سايكوبون تذكر بضبط بضبط ودام مننا دام مننا ولا واحد يعني أنتو ما عندكم كاركتر زلتو حابين هم وجدين باللعبة وحسكم مستنسين فيها تتحدث تكسروا تبوت الجيم بلاي يعني أنا ممتعة عندنا واحدة صحح أنت مستنس أنت مستنس و أنت تباري أثينا صح صراحة يس صح صح مستنس باقي اليوم أنت مستنس و أنت تباري أثينا صح بايد 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 أسئلة يا الله أسئلة يعني سكت وراء 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 لبذل عن خلاص اي 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 تأذين ما شاء الله عبد المجيد يقول له تمت أو تم إضافة ميزة التعليق إلى لعبة ستريت فايتر ساتسا اليديدة وتم الاستعانة بكم للتعليق باللغة العربية هل تتوقعون أن الفكرة رح تنجح ولا لا وتعجب اللاعبين أم رح يعتبرونها إزعاج صوتي خلال اللعب آه يعني حتى اللقاء يلعبون نفسهم بالجيم لا لا يعني أنت تشتري اللعبة فيها كومنتيتاب شري يعني نفس فيفا نفس فيفا نفس فيفا تخيل لا صدق لا كل شي ما تخبر تخيل أنا قال أسمع أنا أسمع ماركينج فايتر 14 مردني هالمرة نسمع صوت معلق ويشتغل باقراند 24 ساعة لا تذي شنو تخيات تذكر مالوينج 11 أنا أقول لكم شغل فيرشو فايتر 5 على البي اس 3 أول ما نزلت كان فيها أنونسر شغلة وطفي بالسيتنجز بس أنونسر علوي بلاي باي بلاي أي آي بيست يعني يعني تعليق تعليق شنه تعليق شنه تعليق تعليق إيفو تعليق بطولات على كل شغلة الشخصية تسوي الحركة فلانية ولا طاح الحين بيقوم أوه هذا أوكي شذي ها بس أنا فاهمت أنها شذي بس لا ما بي أشوف لا التطبيق ما لا التطبيق وايد حلو من ناحية تقنية بس السلوب كانت تحسه تحسه كأنه بالغصب عرفت الشوان لأنه كمبيوتر بالأخير قاعد يعلق شنه فيفا بس على فايتن جيم سووها من قبل والتطبيق حلو كان بس الأداء ما كان مقنع عرفت الشوان فإذا سووه شيء شذي حق واحد دفتين قاعد يطالع مبارياتي طالع ريبلاي تشوفها مو بنص اللعب قاعد طالع مثلا انسبكت روم لوبي أوكي ممكن لا فالأخير بس بس بوقت بنص اللعب رح يشتت تركيزك أنا شوف أقرب شيء اللي هو معلق مع كابكوم ومع كابكوم مثلا عندما يصبح حدث معين يقول لك جملة بسيطة ويكونها من لبرة معينة بس هذا حد واو هذا ما أريد أن أسمع بس هذا حد مثلا شيء جيد بسيط هذا يصبح كومبو معين ماذا هذا يعني شيء لا يظهر أكبر جواب اللعبة يجعلك مركز مع اللعبة أكثر بس بس بلاي باي بلاي صعب بلاي باي لا يسر زعاج بشكل مطبيعي لأن اللعبة لفايت لعبة سريعين وهي شغلة تصير ببرا بعض يعطيك عافية ننتقل بحق أخونا عندنا SHSA1 يقول مشاركتي بالهاشتاغ أوكي رح نقراها بعد ما نخلص اللي هنا وجسوم يقول أنا آخر مرة لعبت لعبة كان يمكن من سوني 2 تقديبا قبل الفترة كصيرة شريت كيلت كيل سترايف لكن للأسف ما نسبت نهائيا لا طريقة اللعبة أو الحركات وشوي حركة الرسوم ما عجبتني فحاليا أبي لعبة button matching تقريبا نفس Marvel vs Capcom 2 اقترحوا عليه لعب تكن button matching نفس Marvel vs Capcom 2 تبي تخربط بلدقام وتستانس لعب تكن لا يقول Marvel vs Capcom 2 يعني هو يمكن يحب الروستر الوائد يحب aerial compass شي طيران إذا لم لات Marvel 3 Marvel 3 أحلى من أنتم حلوة هذا صحيح عدد Marvel 3 وائد حلوة لا الحين تلعب يعني الارت مالها حلو حلو أنصحك Marvel 3 ممكن إذا تجرب العاب 3D Tekken 7 ممتازة هم من button matching حلوة قاعد قل Tekken Soul Caliber هذي ألعاب حق الماشرز رح تستنسون فيها لأن ممكن ممكن ماي بي 3D إذا ماي بي 3D إذا ماي بي 3D Power Rangers Power Rangers ترصج Power Rangers حق button matching زوينة بس إذا نسكت كونها Killer Instinct أوكي نعم بس فيها Auto Combo فيها سوال Combo Breaker يعني سهلة يقول Marvel 3 أبطأ بالنسبة جربها جرب Killer Instinct فيه Free to Play منها على Windows على Xbox فيه Free to Play منها The Stunest عليها مع Game Pass أو شوسمونا أو تشتريها أم أنزح والله أنا أقول أبطأ مو غلط وتجرب King of Fighters 15 مو غلط تجرب حق حق ما شار ما أدري بس مو غلط إذا عندك ربع شارين هجرب هشوف قبل ما تشتري هنت بس أحس كماش يمكن يمكن لا ما أدري أبطأ هذي كل الأسئلة اللي موجودة حاليا بالتويتش يا سلام لها بتك يقول قد معرض حكابكم يقول عبد المجيد أتوقع عبد المجيد يس يقول قد معرض حكابكم عشان تسوونا الفيتشر المهم SHSA كاتب بالتويتر أتوقع يمكن نفسه هو كازمة بالهاشتاغ اللي هو AskLGG في التويتر يقول Stranger of Paradise Final Fantasy Origins قربة تنزل زين يقول النبي سفير سكوير زعل زعل بيشو يقول النبي سفير سكوير سكوير إنكس في البودكاست ما أعتقد يرفض خاصة أنه رفيجي يعني يعني آه رفيجي أنا يعني ورفيجي يعقوب تدريب ألو يعقوب يقول قربة تنزل اللعبة نبي سفير سكوير إنكس في البودكاست وتوقع أنه ما رح يرفض إذا دعيته لأنه رفيجي ورفيجي يعقوب تذكر سفير سكوير إنكس سفير سكوير إنكس في البودكاست ماجد لا أنت طلعت وياه بودكاست أيامك سرافا قيفين أحمد ريان أحمد ريان بوي هو معتزل أصلا لكن إن شاء الله هو فعلا سفير سكوير إنكس في المنطقة العربية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح تشوف البوضوع إن شاء الله لكن ليس سكوير إنكس هي يعني فاينل فانتسي يعني هي ليس سكوير إنكس هي كوي صح هي لا كوي نفس نفس التيم هذا نيو هي نيو لكن فاينل ريسكن أحمس شون ديستي واريول كل مرة سكينيديد زلد يشير هي شهر ثلاثة صح سكوير ما يشت اسمها الحين هل نفس الشي نيو بس كل مرة سكينيديد اوخ اي 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 مساعد شفيك ما تشوف إنه شاسبونه بيش وقاعد مطويها ما يشنو قال شهر ثلاثة اي لا أتوقع يمكن الأسبوع الياء بعد إذا ما خانت منذ ذاكرة يعني لن تسوف فعليا رح يديش سترينجر اي سترينجر بين اللستة شنو هذة شسالفة العموم التوقع يمكن هذي كل المشاركات نعتدر إذا ما غطينا أي مشاركة حرصت إنه بالهاشتاغ ما في شي وبالكومنتات ماكو شي ثاني يس نقدر نختم الحين نختم أرباح ساعات أول فى وكفيكم شهر يس شكرا كل من يعقوب عادل علي وبيشو على مشاركتكم في هذه الحلقة شكرا لكم ونشكر كل واحد قاعد يتابعنا لايف وكل واحد سمع الحلقة كبودكاست وكل واحد شاف الحلقة باليوتيوب واللي دعمنا سواع باللايك والسبسكرايب والشير في أي مجال وقيمونا يعني كبودكاست بالآيتونز وغيرها روايد رح يفيدنا وشكرا لكم من القلب نتمنى استفدتوا استمتعتوا ويانا وتابعونا في منصات السوشال ميديا مالي تويتر عندكم بعد انستغرام ويوتيوب و تويتش LuckyGenGamers كنا وياكم نحن LuckyGenGamers ونلقاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل ما ندري ديوانية صدع العاب ولا بعد آخر ولكن كل عام أنتم بخير ونراكم إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا